رانا أول ما دخلت القوضة شافت اللي عمرها ما كانت تتخيل إن هي تشوفه لقيت أدهم ومعه واحدة غريبة وهم الاتنين حاضنين بعض ومسكين إيد بعض اتنرفزت جداً وهي بتقوله إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفة قدامي ده؟ معقولة؟ بتخني؟ بتخني يوم خطوبتنا؟ أنا قلبي كان بيقولي إنك غدار وخاين بس كنت برجع في كلامي وكنت بقول لأ ده تغير بس الحقيقة إنك ما تغيرتش ولا أي حاجة إيه اللي أنا شايفة بعيني ده؟ إنت بتجرحني يوم خطوبتي؟ يوم خطوبتي أنا إيه في القوضة مع واحدة؟ عايز أقولك إن أنت أحقر إنسان أنا شفته في حياتي عمري في حياتي ما كنت تخيل إنك تجرحني بالأسوة دي؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وليه طلبت مني الخطوبة؟ أنا بكرهك يأحقر إنسان في الدنيا خراسي ما سمعش كلمة بكرهك دي تاني كم مرة قلتلك ما تقوليش الكلمة دي تاني؟ وبعدين أنا مش عايز أسمع صوتك نهائي إنت عارفة أنا ممكن أعمل فيك إيه دلوقتي؟ أنا ممكن أتفنك مكانك وده أبسط حق من حقوقي بعد اللي عرفته عنك يا خينة وغاية تقوليلي أنا اللي بخونك؟ مش أنا اللي أحقر إنسان إنت اللي أحقر إنسانة الراجل ممكن يخون مرة واثنين وتلاتة لكن الست يوم ما تخون ما تستحقش غير القتل وإنتي نهيتك على إيدي نهيتك على إيدي يا سترانة يا شريفة اللي عرفت عنك كل حاجة اللي كنت فاكرك بنت بريئة مقدمة مكنتش أتخيل أبدا إنك تطلعي بالحقارة دي وعايز أقولك إن شاهيناس دي خاطبتي وهنتجوز قريب جدا وملكيش أي علاقة بيها شاهيناس دي أنضف منك بكتير وعلى فكرة برضو مش هرحمك أهلا بيك يا رانا في جحيم أدهم الوحش أدهم مكانش طايق رانا وكان قاصد يقول لها الكلام اللي يجعها ويجرحها دا أما رانا كانت حزينة جدا وكانت زعلانة قوي ومصدومة من كل الكلام اللي بيقوله أدهم الوحش هي ما كانتش فاهمة هو بيقول كل الكلام دا ليه ولا هي عملت إيه علشان يقول لها الكلام دا كله أما شاهيناس الوحيدة في الليلة دي اللي كانت مبسوطة كانت فرحانة قوي كانت ابتدت تحس إن فيه أمل إن أدهم يرجع لها تاني شاهيناس كانت فاكرة إن أدهم عمل كل دا علشانها هي علشان لما جدت توسله وتقوله إن هي عايزة تلجعله تاني ولما طلبت منه إنه يسيب خطبته إيه فاركش الخطوبة إنه هو قبل علشان كده فاركش الخطوبة علشانها هي أما أدهم كان بيبصلها بكل غضب وأسوأ وكان هين عليه يقتلها وما كانش عارف يعمل إيه والمعزيم تحت في الفرح مش عارف يفاركش الليلة إزاي علشان ينتقم منها ورانا اضايقت جدا وسابت القوضة ومشيت بس أول ما مشيت أدهم غضب جدا إنها سابت ومشيت وخاف إنها تنزل كده قدام الناس راح جابها من شعرها وهو بيقول لها تاني مرة ما تتحركش من مكانك قبل ما تستأذنيني لما أدهم الوحش يقول لك تمشي يبقى تمشي وبعدين أنا وانتي دلوقتي حالا هننزل الخطوبة عادي جدا وهندحك قدام الناس ولا كأن فيه أي حاجة حسابي معاك بعد ما الخطوبة تخلص علشان مش هيز أي مشاكل ولو ما نفستيش اللي أنا بقول لك عليه يا ويلك ويا سواد ليلك من أدهم الوحش وانتي عارفة كويس جدا مين هو أدهم الوحش الرانا كانت خايفة جدا من أدهم وكان شعرها بيوجهها جدا لإنه كان بيشد عليها جامد قوي وما بقتش عارفة ترد عليه تقول إيه وفجأة ردت وقالت له بقول لك إيه أنا مش عايز أعرفك تاي خطوبة إيه اللي انت باقي عليها بعد كل اللي أنا شفته بعيني ده جاية تقول لي مش هيز تفركش الخطوبة وخايف على الفرح وصورتك قدام المعزيم أنا هنزل دلوقتي حالا وهفضحك قدام الناس كلها علشان كل الناس تعرف حقيقتك وانا مش سهلة ولا رخيصة علشان تمد إيدك علي بالمنظر ده انت وانا خلاص بقى كل واحد في عالم تاني من النهاردة أنا همشي مع أهلي ومش عايز أعرفك تاني ولو جيت البيت عندنا تاني هتصل بالبوليس وخليه يجي ياخدك وهقول للبوليس أن انت بتتحدى علي أنا مش عايز أعرفك تاني يا أدهم أنا كرهتك ومش عايز أشوف وشك تاني انت عارف انت بقيت إيه قدامي انت في نظري واحد ما عندوش أي كرامة وفجأة أدهم ضرب رانا بالقلم على وشها ووقيت في الأرض وأغمى عليها أما أدهم مقدرش يشوفها أبدا بالمنظر ده وط على الأرض ورقع على ركب وفضل يهز فيها ويقول لها رانا أنا آسف أنا آسف يا رانا أرجوكي فوقي أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي أرجوكي يا رانا أمي أرجوكي وفضل يقول كلام غريب جدا ولا رانا ولا شهي ناس فهمين منه أي حاجة وفضل يقول لها رانا أنت اللي عملت كده أنت اللي وصلتين الهين فجأة صحية رانا وهي بترد عليه وبتقول له أنا عملت إيه يا أدهم أنا عملت لك إيه بس علشان تقسى علي كل الأسوة دي عملت لك إيه علشان تجرحني في أكتر يوم أي بنت بتبقى فرحانة فيه عملت لك إيه علشان تضربني وتهاجبني كل الهجوم ده أنا مش فهم أي حاجة أنا بجد مش فهمك أنت بجد عندك انفصان في الشخصية فجأة بحس إنك فعلا زي الوحش أنت عارف أنا بقيت بخاف منك وبكرهك أدهمت نرفز جدا علشان بيتدايق قوي لما رانا بتقوله كلمة بكرهك هو كان بيكره إنه يسمع الكلمة دي من رانا علشان كده تنرفز قوي وقام وقف وفدل يشخد فيها ويزعق لها ويقول لها أنا بقى اللي بكرهك مش أنت بس اللي بتكرهيني أوعت فتكري إنك هتصعب علي وهفضل أطبطب عليكي إحنا من هنا ورايح وأنا وإنت أعداء ومش هتشوفي معايا ولا يوم عادل وخدي بالك أنت هتفضلي قاعدة في الفيلا دي زي السجن ولا هتشوفي الشارع تاني هتفضلي هنا في جحيم أدهم الوحش اللي مش هيخليكي تشوفي النور بعينك رانا كانت وقعة في الأرض وكانت عمالة تبص له وكانت حاسة إنها بتحلم وفجأة بتدخل مامة رانا علشان تشوفه متأخره ليه لأن المعازم كانوا مشيوا اتفجأت جدا لما لقيت رانا في الأرض وفضلت تسندها لغاية تما نايمتها على السريع وهي منهارة من العياط وفضلت تقول في إيه في إيه بس يا رانا يا حبيبتي ألف سلام عليك يا روح قلبي ماما اللي وقعت كده بس في الأرض إيه يا أدهم إنتوا كنتوا بتتخنقوا ولا إيه أنا عمري في حياتي ما هسامحك يا أدهم إنت قلت إنك تغيرت وحتى نسمعت الكلام ده من رانا وقالت لي إنك تغيرت وبقت بتعملها بإسلوب كويس عمري ما هسامحك يا أدهم لو عملتها بإسلوب وحش فجأة ردت رانا على مامتها وهي بتقول لها لا يا ماما ما تفهميش غلط أدهم ما عملش أي حاجة أنا زي ما قلتلكه فعلا أدهم اتغير وما بقاش أدهم بتاع زمان أنا بس كنت مشغولة بتحضيرات الفرح وطول الليل ما نمتش علشان كنت بقيس الفساتين وكنت بعمل بروفو على الميكا بالفرح علشان كده تعبت جدا وأغمى علي وقعت في الأرض وأدهم كان بيحاول يساعدني علشان ينايمني على السريق بس أنا ما كنتش قادرة ما كنتش قادرة تحرك من كتر التعب أدهم مرة واحدة كان لمامة رانا بكل وقاحة وكل إلي تزوق وهو بيقول لها أديكي دلوقتي يا مراطة عمي عرفتي إيه اللي حصل بالتفصيل أنا شايف دلوقتي إن المعزين مشوا والفرح خلص وشايف إن حضرتك ملكيش أي لازمة في وجودك هنا أنا شايف إنك تتفضلي ولو حضرتك محتاجة أخلي الشوفير يوصلك لغاية البيت أنت وبناتك أنا ما عنديش أي مشكلة أما بالنسبة رانا فأنا عايزك تنسيها تماما وتنسي إن كان ليكي بنت اسمها رانا اتفضلي ويوم ما نقرر إن أنا نتجوز هبقى اتصل بحضرتك مامة رانا اتكسفت جدا من كلام أدهم ومشيت وكلها خيبة أمل أدهم بصل شاهناز وقال لها خير إنت كمان هتفضلي وقفة هنا كتير ولا إيه يلا يا شاهناز المفروض دلوقتي تروحي وإنت كمان لو عايز الشوفير التاني يوصلك ما عنديش أي مشكلة وليلي وانا خليه وصلك وروحي على البيت وما تقلقيش أنا هتصل بك بالليل وهنتكلم وهنتفاهم على كل حاجة ردت شاهناز وقالت له أدهم وحاشتين يموت أنا ما كنتش عاوزمشي النهاردة أنا كنت عايزة نبيت مع بعض زي الزمان طب بقولك إيه إيه رأيك تسيب كل المشاكل الفاضية دي وتروح معي البيت ونقضي اليوم كله مع بعض أنا بقالي كتير قوي أدهم ما شفتكش رانا كانت نايمة وبتسمع كل الكلام ده وكانت حاسة إن السكاكين بتدرب في قلبها بس ما كانتش عارفة تتكلم أما أدهم رضي عليها وقال لها شاهناز قلت إيه هتروحي دلوقتي على البيت وقلت لك هكلمك يعني هكلمك يا شاهناز مش عايز أي كلام زيادة اتفضلي امشي دلوقتي وبكرة أول ما هصحى من نوم هكلمك في التليفون وهنتقبل علشان نتكلم ولو عايزة كمان نحدد معادي الخطوبة بكرة ما عنديش أي مشكلة ياريت تسمعي الكلام يا شاهناز وما تناقشنيش في أي كلمة لو سمحت اتفضلي روحي شاهناز مشيت وهي كانت زعلانة جدا كانت عايزة تحرق دم رانا كمان وكمان كان نفسها أدهم يمشي معاها ويروح معاها البيت أما أدهم كان غضبان جدا وكان بيخلي كل الناس تطلع من القوضة علشان عايز يتكلم مع رانا وعايز يستفسر منها ونفسه يسمع منها أي مبرر أدهم قرب على رانا وقال لها بص يا رانا أنا بس هعمل حساب إنك بنت عمي وإن فيه بيننا عشرة وفيه بيننا دم فأنا مش هقتلك النهاردة أنت كده كده ميتة وعلى إيد أدهم الوحش بس مش دلوقتي إزبوري بس بس أنت هتقضي معايا اليومين دول علشان تتعذبي فيهم صح علشان لما تيجي تموتي أكون أنا ضميري مرتاح والعذاب بتاعك مع الأسف مش هينفع عزبهلك وأنا مليش حكم عليك علشان كده لازم نتجوز ردت رانا وهي مخدودة جدا من كلامه وبتقوله إيه نتجوز نتجوز ليه إن شاء الله إذا كان إنت مش عاوزني وبتحب واحدة تانية وعايز تروح تخطبها وتتجوزها جاي دلوقتي تقولي عايز تجوزي وعايز تتجوزني علشان تعذبني بقولك إيه أوعي تفتكر إني هسكتلك بعد كده أنا بقى مش عايز أتجوزك ولا عايز أعرفك تاني طالما إنت بتكرهني كده وبتعرف واحدة تانية وبتحبها وعايز تخطبها خلاص بقى سبني ورحمني عايز مني إيه بس ابعد عني أرجوك أنا مش طيق أشوفك حتى رد بعصبية أدهم وهو بيقولها بدون أي نقاش فرحنا الخميس الجاي وعايزك تجاهزي نفسك للفرح لإني هعمل فرح كبير جدا وناس كتير قوي هيبقوا معزومين في الفرح ومش هايز أي غلطة ولا أي تصرف منك سازج كده أو كده هتعرفي إنك هتموتي وهيبقى آخر يوم في حياتك قضي معايا اليومين دول في سلام لغاية مطلقك أيوة ما تتفاجئش قوي كده قوي تفتكر إن أنا بتجوزك علشان جمال عيونك لا أنا بتجوزك علشان يكون لي الحق فيك إن أنت قم منك وعمل لنا عايزه أما رانا قامت نطت من على السرير وهي غطبانة جدا وفضلت تزعق في أدهم وتقوله هو أنا لعبة بين إيديك شوية تخطبني وشوية عايز تتجوزني وشوية تقولي أنت خينة أنا اللي خينة خنتك في إيه؟ عمري في حياتي مجذبت عليك أنت اللي خين وأنت اللي بتجذب عليك وبعدين أنا مش فهمة أنت بتحب واحدة تانية عايز مني أنا إيه؟ هو على فكرة فعلا الثيورة على أشكالها طاقة هي شبهك وإنت شبهها أنت لايق عليها أكتر مني أنا ما استهلش واحد زيك أنا استهل واحد أحسن منك مليون مرة أما خالد بعد ما روح بيته تلها قدته وفضل اللي هو بيشرب استجارة فضل يقول بينه وبين نفسه أنا النهاردة أسهد إنسان في الدنيا أنا النهاردة دربت عصفورين بحجر البنت الجميلة دي أنا لازم أوصل لقلبها وكمان العصفورة التانية إن أنا هتخلص من أدهم الوحش واضربه في مقتل وبعد ما أخد منه خطبته الجميلة دي هعرفه إن إحنا اللي اتنين هنتجوز وهعزمه كمان على فرحنا علشان يتقهر نفسه شوفك مرة في حياتي أدهم يا وحش وإنت مأهور وبتبكي بدل الدموع دم أما أدهم اتنرفز قوي على رانا وحجم عليها وامسكها من درعها وكان عايز يضربها اللي هو لرانا حطت إيديها على وشها علشان تضربه وما تجيش على وشها وهو بيقول لها أنت تستهلي واحد أحسن مني أنا ليه هو أنت فكرة نفسك شريفة أو تكوني فكرة أن أنا مش عارف كل مضيك الزبالة أنا عرفت عنك كل حاجة وعرفت أنك واحدة مش كويسة نسيتي الناية كلاب اللي كنت فيه وأنا كنت مغفل وبقول أنك تربيتي ومتربيه على إيدي النهار ده هيكون بداية الجحيم الجحيم أدهم الوحش الرانا دخلت قدتها وفدلت تفكر كتير جدا في كل اللي حصل معاها في اليوم كانت متضايقة قوي من اللي شافته ما كانتش تتوقع أبدا أن يوم خطبتها يحصل كده من أدهم كانت واثقة فيه ثقة عمياء وما كانتش فهمها هو كان بيامل معاها كده ليه وليه كان بيعملها بالإسلوب ده ها علشان كده فدلت تفكر كتير قوي وفدلت تقول بينها وبين نفسها إنها مش عاوزة تتجوزه وهي فهمة كويس قوي إنه هيتجوزها علشان ينتقم منها فدلت تفكر كتير قوي علشان تلاقي أي خطة علشان تمشي من البيت ده وبعد تفكير كتير أخيرا رانا لقيت الفكرة وهي بتقول أيوة أنا لقيت الفكرة لازم أمشي من هنا مستحيل أفضل قاعدة في البيت ده علشان يقتلني أنا عارفة إنه عايز تجوزني علشان يعزدني وفي الآخر يقتلني أنا مش فهمة وبيقول ليه علي أن يخينة مع إن مش أنا اللي خنته هو اللي خني بعد ما ابتديت أتعلق بيه أنا لازم أمشي من هنا رانا خرجت من قدتها وفضلت ماشية في الجنينة وهي بتتسحب علشان أدهم لو حس بأي حاجة أو الحراس شافوها أكيد هيقتلوها مشيت من غير ما تفكر هي هتروح فين وهي ملهاش أي مكان تاني غير بيت أهلها ومع الأسف مش هينفع تروح هنا لأن أكيد أدهم هيلاقيها في البيت وهي ماشية في الشارع فجأة جو قلب وابتدى يحصل برء ورعب وابتدى ييجي هوا جديد جدا وهي كانت لابسة لبسة خفيف ما كانتش متوقعة أن الجو هيقلب فجأة وفضلت وقفة في الشارع بتتراهش من كتر البرد ما كانتش عارفة تروح فين وما بقتش عارفة تعمل إيه وما فيش حتى أي عربية في الشارع علشان أي حد يساعدها فجأة ورانا وقفة لقيت عربية جاية من بعيد ما بقتش مصدقة نفسها كانت فرحانة قوي والغريبة كمان إن العربية قربت عليها قوي فضلت تقول أخيرا أخيرا ربنا بعث لي منقذ رانا رجبت العربية من غير ما تبص جنبها ما كانتش عارفة مين اللي رجبت معاه وهي أحدى في العربية كانت بتتراهش من كتر البرد أما اللي كان وقف لها بالعربية فهو خالد كان ماشي بالعربية ولقاها وكان فرحان جدا إن هو لقاها فجأة رانا بتبص جنبها ولقيت خالد وهو بيقول لها إزايك يا رانا فاكراني أنا خالد صاحب أدهم الوحش أنت بس إيه اللي نزلك في الجو ده وباللبس الخفيف ده الجو سقعة جدا وأنا بجد محظوظ أن أنا شفتك النهاردة الحمد لله أني قابلتك بس قولي لي خير إيه اللي نزلك دلوقتي رانا تفاجئت جدا أول ما شفته وتعصبت عليه وقالت له أنت إيه اللي جابك هنا وبعدين إيه اللي خليك تقفلي بالعربية محدش قالك تقفلي وبعدين أنا عارفة إنك هتروح تقول لأدهم على كل حاجة وهتقول له على مكاني أنا أصلا مش محتاجة مساعدتك ومنها من ساعة ما شفتك وإنت عارف إن أنا أصلا مش مرتحي لك أرجوك تنزلني أنا هشوف أي عربية تانية وهشوف أي حد يوصلني في أي مكان المكان اللي أنا مش عارفها هو فين أصلا بقولك إيه نزلني فورا خالد رد عليها وقال لها نزلك فين بس في الجو ده وبعدين يا ستي ما تقلقيش أكيد يعني مش هروح أفتن عليك واروح أقول لأدهم مستحيل أنا عايز اكتصي كفاية أنا مش عارف ليه أنت مش حباني من ساعة ما شفتيني وأخذ عني انتباعه سيء أنا مش وحش يا رانا أنا موجود هنا علشان أساعدك وهوديكي في المكان اللي أنت عاوزاه أنا ملاحظ إنك مش عايزة تعرفي أدهم أنت فين شكلك كده هربانة منه عايزة أقول لك إنك سرك في بير وما تقلقيش أنا هفضل معاك وهوصلك في المكان اللي أنت عاوزاه وهي فرصة تغيري فكريتك عني ما تخفيش يا رانا أنا معاك ومش هسيبك بس قوليلي أنت عايزة تروحي فين الرانا ارتبكت جدا وما كانتش عارفة ترد عليه وتقوله إيه قالت له أروح فين والله ما أنا عارفة أروح فين أنا حتى ما ينفعش أروح لأهلي لأن لو رحت هناك أكيد أدهم هيجيلي أنا مش عارفة أعمل إيه لو سمحت يا خالق أنا مليش غيرك دلوقتي أرجوك توديني أي مكان أدهم ما يعرفش عني فيه أي حاجة لأن أدهم لو لقاني هيقتلني عاوزة أروح أي مكان بعيد أدهم ما يتوقعش أني أكون موجودة فيه علشان مش عايز أرجع عند أدهم تاني أنا خلاص مشيت من الفيلا دي ومش عايز أروحي هناك تاني ولا عايز أتعامل معها تاني أدهم بقى إنسان بشع بقى فعلا زي الوحش خالد من جواه فرح قوي من الكلام اللي بتقوله رانا وابتدى يحس إن الخطة بتاعته جابت نتيجة ورد عليها وقال لها ما تقلقيش أنا معاك ومش هسيبك وهوديك في مكان ولا أدهم الوحش ولا أي حد في العالم ده كله هيقدر يصلك فيه رانا أنت حاجة كبيرة قوي وما ينفعش أي حد يقلل من شأنك لازم يكون ليك مكانة كبيرة قوي وبصراحة أنت ليك مكانة كبيرة جدا في قلبي طبعا زي أختي علشان كده أنا هساعدك وهقف معاك أصاد الوحش إحنا دلوقتي هنروح إلى الفيلا بتاعتي وطبعا طول ما أنت قاعدة هناك ولا أدهم ولا أي حد هيتوقع أني أنت عندي وعندي هتكوني في أمان فجأة خالد بص على رانا لقاها قاعدة جنبه في العربية وعملة تتراهش من كتر البرد نسي خالص إن هي لابسة خفيف فضل يبص عليها وهي عملة بتتراهش من كتر البرد ما تردتش لحظة في إنه يقلع هيدومه ويلبسها الرانا أما رانا اتفاجئت جدا من التصرف الجميل اللي هو عمله معاها وبصت له وقالت له أنا متشكرة أو يا خالد أنا مكنتش أتوقع إن أنت إنسان طيب كده مش عارفة ليه بصراحة من ساعة ما شفتك أول يوم وأنا خدت عنك انتباع سيء جدا بس واضح إن أنا كنت غلطانة أنت بتعمل معايا كل خير بس على فكرة أنا عمري ما هنسلك اللي أنت عملته معايا رانا وخالد روحه على فيلة خالد وهو كان فرحان جدا كانت الفرحة مش سيعاه ومش مصدق إن جيه اليوم إن رانا تكون في بيته ورانا اتبهرت جدا من جمال الفيلة ووقفت وقالت له خالد الفيلة جميلة جدا وزوقها راقي قوي عارف؟ بتفكرني بألف ليلة وليلة كل حاجة فيها أسطورية حتى العفش كلاسيك جدا وأنا بحب الزوق ده قوي وأنا مش عارفة أشكرك إزاي إنك خلتني أجي هنا عندك في البيت رد خالد وهو مبسوط وقال لها أنا مبسوط جدا يا رانا إن الفيلة عجبتك أنا عايزك يا ستي من هنا ورايح تعتبري إن الفيلة دي بتاعتك حتى كمان لو عايزة تغيري أي حاجة في الفيلة كل حاجة هتبقى تحت أمرك وأي حاجة نفسك فيها وقت ترددي إنك تقوليلي عليها من هنا ورايح إحنا هنبقى صحاب صحاب قوي كمان علشان كده لازم تحكيلي كل حاجة وأنا كمان لازم أحكيلي كل حاجة علشان نقرب من بعض أكتر تعالي بقى أوريكي قطك رانا كانت متفاجأة جدا من خالد ما كانتش متوقع أنه هو طيب قوي كده أما خالد كان مبسوط جدا وهو شايفها معاه وفي نفس البيت ودخلوا القوضة وقال لها قادي يا ستي كل القوضة دي اعتبريها بتاعتك أنا عامل كل قطعة في الفيلا على زوقي الخاص ويا رب تكون عجبتك وطبعا القوضة لو ما عجبتكيش الفيلا مليانة قوض تقدري تنقي وتختاري القوضة اللي أنت عاوزها حتى يا ستي لو قطت أنا كمان شخصيا ما عنديش أي مشكلة رانا كانت مبهورة بكلامه وفضلت تبصله وهي مش بيصدق أن في حد بالأخلاق دي وهي بتقوله أنا بجد يا خالد مش عارف أشكرك إزاي أنت وقفت جنبي ووقفت أكتر من أخ كمان أنا كنت وقفة في الشارع في هز البرد وما كنتش عارفة أروح فين لكن الحمد لله ربنا بعتك لي أنت اللي جيت أنقصتني اللي أقولي بصحيح يا خالد هو أنت قاعد في الفيلا دي لوحدك مش متجوز يعني ولا فين مامتك أو أختك معقولة تكون عايش في كل الفيلا الطويلة العريضة دي وأنت لوحدك أصلي بصراحة لو أنت قاعد فيها لوحدك فأنا ما ينفعش أني يبقى موجودة أنا ممكن أمشي وممكن أدور على أي قوتيل في أي مكان أما أدهم الوحش كان نايم في قوته طبعا كان نايم من كتر التعب لأن اليوم كان صعب عليه جدا من اللي سمعه من خالد ما كانش متوقع أن الرنة تطلع بالأخلاق دي وما كانش حاسس بأي حاجة وأول مصيح من النوم ياه ده أنا نمت كتير قوي اللي حصل معايا مبارح ده مش سهل عمري في حياتي ما كنت أتوقع منك كده يا رنة أقرب إنسانة لقلبي تطلع بالأخلاق دي يلا أنا لازم أروح الشغل أدهم لبسه يدومه ونزل علشان يروح شغله كان معدي من جنب قودة رنة وكان بيفكر كتير قوي يا طرق أدخل أتطمن عليها ولا أمشي أنا مش حيز أشوف خلقتها لا أنا هدخل هدخل أتطمن عليها أصلا جرحتها كتير قوي مبارح وأكيد أكيد نايمة لغاية دلوقتي زعلانة مع إنها بتصحى بدري وبتجاهز الفطار في المطبخ غريبة قوي إن النهاردة مش سمع لها أي صوت أنا لازم أدخل لحسن يكون جرى لها حاجة أدهم بيدخل قودة رنة وأول ما بيدخل القودة بيتفاجئ جداً إن رنة مش موجودة في القودة والقودة زي ما سابها مبارح معنى كده إن رنة ما باتتش في البيت ده متنرفس جداً وفضل يزعق باهل وسوته وينادي كل الخدم اللي في البيت وهو بيقول أنتو يا خدم يلا هنا رنة رنة هيربت روحتي فين يا رنة قوي هتفتكري إن أنا هسيبك بتهربي؟ آه فاكرة إن أنا مش هلاقيكي أكيد قريبتي وروحتي عند أهلك هو أنت ليكي مكان غير هناك بس أوع يا رنة تفتكري إن أنا هرحمك والله ما هرحمك أدهم اتصل بالرجالة بتوعه وهو عمال يزعق فيهم جداً وفضل يقولهم إن رنة مش موجودة لازم تدوروا عليها في كل مكان واتفرغوا كل الكاميرات اللي حوالين الفيلا أنا لازم ألاقيها أنا لو ما لقيتهاش هأتي لكل واحد فيكم رنة لازم تكون موجودة هنا في البيت النهاردة والنهاردة لو ما جاتش هيبقى آخر يوم في عمركو لازم ألاقيها وأول مكان طبعاً تدوروا عليه فيه أكيد عند أهلها أكيد موجودة هناك مش هسيبك يا رنة أما رنة كانت متغطية بالبطنية وبرضو كانت بردانة جداً كانت جو سقعة عليها قوي وفضلت تترهش وتقول ياه الجو برد قوي أنا قولة بس جاكت بتاع خالد بس برضو سقعينة أنا حسة إن يمتلجة ومع الأسف ما ليش أي هدوم سبت كل حاجة هناك في البيت عند أدعم الوحش أعمل إيه دلوقتي فجأة ورنة بتتكلم لقيت خالد داخل عليها وهو بيقول لها طبعاً أنا عارف إن الكهنة موجودة من غير أي هدوم ما جبتيش أي هدوم معاك وأنا عارف إن الجو برد جداً أنا نزلت بنفسي واشتريت لك لبس كتير قوي بس يا رب زوق يعجبك إن شاء الله كل اللبس هيجي مقاسك أنا مستحيل أبداً أنسى مقاسك هتلاقي كل اللبس اللي موجود هنا زوقه هيعجبك إن شاء الله رنة كانت بتبصله بكل استغراب ما كانتش عارفة هو بيعمل معيها كل ده ليه من جواها بتدت تقول إن خالد ده زي الملاك اللي ربنا بعته لعلشان يقف جنبها وهي ردت عليه وقالت له خالد أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي أنت بجد جيت في وقتك أنا كنت لسه قاعدة وعمل بفكر أنا هعمل إيه ولا هلبس إيه اللبس كله نسيته هناك في البيت وأنا طبعاً ما كنتش عاملة حسابي بأي حاجة لكن أنت جيت وأنقصتني كالعادة دايماً أنت المنقذ بجد يا خالد ألف شكر ليك مش عارفة أقولك قد إيه أنا مبسوطة أنت بجد إنسان عظيم خالد فرح جداً جداً من كلام رانا ما كانش متوقع إن هي تقول عليه كده أما أدهم ركب عربيته وفيدلي يمشي في كل مكان في البلد بيدور على رانا زي المجنون وطبعاً كان متعصب جداً وفيدلي يقول هلاقيك يا رانا أوعي تفتكر إنك هربتي مني مش هسيبك هلاقيك وهتجوزك غصباً عنك وهعزبك يا رانا وهزلك لغاية ما طلع كل غلي فيك أنا عارف إنك دلوقتي هربانة مني بس فين الله أعلم بس أنا مش هسكت لما لقيك وما راحتش بيت أهلها يعني هتكون فين دي ملهاش أي حد غير بيت أهلها وملهاش أي مكان تاني تروح له يا طرى هتكون فين أنا هتجنن حاسس إن التفكير هيقتلني بس أنا مش هرجع البيتة لما لقيها وفجأة وأدهم قاعد في العربية بيبص جنبه في الطريق لا أحاجة ما كانش يتخيل أبداً ولا يتوقع إنه يلاقيها قدامه أدهمت صدم لما لقاه رانا لما سألت خالد على سؤال ما ردش عليها وحاول يتهرب من السؤال بأي كلام تاني بس رانا بزكاها حابت تسأله نفس السؤال تاني وهي بتقوله خالد صحيح أنا لسه سألك السؤال ده وانت وما جاوبتنيش عليه أمال انت عايش في البيت ده لوحدك ولا معيك مامتك ولا أختك ولا متجوز ولا أي حاجة خالد رد بارتباك وهو بيقول لها آه آه طبعاً أنا عايش هنا مع مامتي بس هي بس مسافرة البلد وكانت بتقول يعني يوم ولا يومين وجاية إن شاء الله ما تقلقيش يا رانا أنا عارف إن وحدة محترمة زيك ما ينفعش تعيش مع شاب غريب في بيت واحد وهم لوحدهم بس الظروف حكمت بكده وأنا عايزك بس تتطمني إن مستحيل أعمل أي حاجة غلط ومستحيل أخدر بيك انت يا رانا إنسانة محترمة ولازم أبقى محترم معاك أما أدعم الوحش وهو راكب العربية شاف حاجة غريبة جدا شاف حاجة بتلمع في الأرض ولما نزل من العربية لقى خاتم رانا والغريبة كمان إن قدام بيت خالد ما بقاش عارف يصرف إزاي وما بقاش عارف يفكر بس قرر إنه هيروح بيت خالد وهو بيقول أنا لازم أروح بيت خالد معقولة معقولة تكون رانا عنده أكيد مش هو كان بيقول لي إن هي باتت عنده ليلة كاملة يبقى أكيد الهانم عنده أكيد عنده من ورايا وأنا مش هسيبها مش هسيبك يا رانا ومش هرحمك أدهم كان معاه مفتاح البيت بتاع خالد علشان من فترة كان خالد تعبان وأدهم كان مضطر يبقى معاه مفتاح البيت فتح البيت بالمفتاح ودخل الفيلا بتاعه بخالد وفضل ماشي وهو متوتر جدا ومستني إنه يشوف رانا قدامه بس قلبه كان بيكذبه وبيقوله لأ فجأة وهو واقف سمع صوت رانا ورانا بعد ما لبست اللبس الجديد اللي خالد جابه لها نزلت علشان تنده عليه وتقوله يا خالد أنا لبست اللبس الجديد اللي أنت جبتهولي والله تحفة مش قادرة وصف لك قد إيه اللبس جميل إيه ده هو مين اللي واقف ده معقولة يكون صاحب خالد أهم هو مين حضرتك عرفتي أنا مين يا خينة أنا عارف أنا جيت هنا وواصك إني هلاقيك في البيت ده أنا عمري ما كنت تخيل إنك هتوصلي للوقاحة دي بقى تهرب من البيت وتيجي هنا عند أستاذ خالد أنت فاكرة أن أنا هرحمك أنا ولا هرحمك ولا هرحمه أنا هوريك لا أرجوك أرجوك ما تضربنيش يا أدهم فهمني بس مش اللي في بالك والله اللي حصل اللي حصل حاجة تانية خالص أرجوك افهم بس كده وإه ده وأنا هحكي لك على كل حاجة أنا والله العظيم مخينة يا أدهم أقوعة تاخد عني فكرة وحشة بس أنا أحكي لك كل حاجة أنا أول ما هربت من عندك من البيت شش وأنا بقى مش عايز أسمع منك ولا كلمة هتجذبي إيه أكتر من إني شفتك بعيني في بيت الأستاذ وكمان مشتري لك لبس جديد حلو الله الكلام ده وكمان جاي علشان توري له اللبس الجديد وأنا بقى كيس جوافة قاعد في البيت واللي متطمن وفكر إن الستة الهانم نايمة في قضيتها أنا بقى هقتلك وفجأة وأدهم بيتخانق مع رنة خالد بيدخل من وراه وهو بيقول له أقف عندك يا أدهم ما تمدش إيدك عليها لو مديت إيدك على رنة أنا هقطعها لك لأول مرة في حياتي وأنا هقف قصادك إلا رنة رنة أول ما شافت خالد فضلت تعايت كتير قوي وتلعت تجري وراه واستخبت في دهره ابتدت تحس إن هو حمايتها خالد قال لأدهم بقول لك يا وحش رنة في حمايتي في حماية خالد نصار وإنت عارف كويس قوي مين خالد نصار أنصحك إنك تمشي من هنا وياريت ما تجيش الفيلا هنا تاني رنة بقت تبعي وهتفضل معايا هنا في الفيلا لغاية ما أوفر لها المكان الآمن لها لأن أنت طول ما هي معاك مش هتحس معاك بأمان رنة بقت بتاعتي وإنت بقى امشي قصادي مش هضربك قدامه ما تخفيش ده إحنا لنا حساب كبير قوي في البيت اتفضلي امشي قدامي وروحي على الفيلا وأنا هعرف هتعمل معاك إزاي إنت اللي زيك يتحبس في القوضة وما يشوفش حتى النور بعينه وما يشوفش الشارع عارف أهلك ولا أهلك كمان خليك تشوفيهم امشي قدامي انت هتفضلي قاعدة في القوضة دي ومش عايزة شوفك بر قطك مش بر الفيلا وعلى فكرة فرحنا بعد بكرة هنتجوز بعد بكرة وكل اللي طالبوا منك انك تفضلي معززة مكرمة قاعدة هنا في القوضة لغاية ما يعدوا اليومين دول ونتجوز وساعتها بقى هتشوفي العذاب على أصوله وساعتها هعرفت كويس قوي مين هو أدهم الوحش اللي واحدة على آخر الزمن تيجي تهرب منه وتروح للي اسمه خالد ردت عليه رانة بكل قصرة وهي بتقوله حاضر يا أدهم انا هعمل كل اللي انت عاوزه هفضل محبوسة هنا في القوضة وهتجوزك بعد بكرة زي ما انت بتقول ما عنديش أي مشكلة وما قدرش أقولك لأ بس ممكن بس آخر طلب لأني أروح أشوف أهلي وهو بالمر عزمه مع الفرح أرجوك يا أدهم دول وحشوني قوي ونفسي قوي اترمي في حضن ماما بقلي كتير قوي ما شفتهمش وعلى فكرة أنا بعتذر لك عن اللي حصل أنا عارفة أني غلط أرجوك تخليني أروح رد عليها أدهم وقال لها مفيش مشكلة أنا هخليك تروحي وهديك لثقة الآخر مرة في حياتك هخليك تروحي وهفضل تحت البيت أول ما تخلصي كلام مع أهلك وتاخذي راحتك معهم هاخذك من إيدك وهرجعك بنفس الغاية هنا تاني وخدي بالك أنا مش عايزك تاخذي على كده كتير أنا بس هخليك تروحي علشان تقول لهم على الفرح اتفضلي امشي قدامي علشان أوصلك الرنة راحت عند أهلها وكانت فرحانة جدا وأول ما راحت هناك شافت رحمة الرحمة حاببتي عاملة إيه وحشتيني قوي انت عارفة وحشتني شقويت كنتو اللي اتنين يا بنات والله العظيم كان نفسي شوفكم قوي اللي قوليلي صحيح أمال فين ماما وريهام ماما يا ستي عند الجران أماما ريهام من بدري وهي عند صاحبتها علشان عيد ملتها بالليل ومقضية اليوم معيها مع الأسف مش هتعرفي تشوفيها بس ماما زمانها جاية وأنا كلمتها وقلت لها أنك موجودة وتلاقيها جاية فورا علشان تشوفك ياه ده نوحشتني القعدة معك وقوي وفي القوضة بتاعتنا اللي كنا دايما بنقعد فيها ونفضل نذاكر ونلعب ونتكلم أجمل أيام حياتي أنت عارفة يا رحمة أنا كتير قوي بفضل أفكر هو ينفع الأيام دي ترجع تاني والأيام الجميلة اللي كنا بنعيشها مع بعض إحنا كلنا بقولك إيه أنا شكلي كده تأخرت وخيف أدهم يجي أخدني ومشوفش ماما أنا أهو يا حبيبة قلب ماما يا روح قلبي وحشتين قولي لي يا رانا أخبارك إيه يا حبيبتي وعمل إيه مع خطيبك كويس ولسه حلوين مع بعض زي ما قلتلنا أنت عارفة من ساعة ما كنت في خطوبتك وأنا الفرحة مش سيعاني أول ما قلتلي أنك ابتديت تحبي أدهم الوحش وأنا بقيت مبسوطة قوي وبتديت أحس أن خلاص تقنيب الدمير ما بقاش يجيلي علشان دلوقتي أنت بقيت خلاص في عسمة واحد بتحبيه أما رانا وهي بتتكلم مع مامتها أدهم اتصل بيها وهو متعصب عليها وبيقول لها أنها تنزل فورا يا أدهم حاضر أنا هنزل طيب طيب بالراحة رانا كانت زعلانة جدا أنها هتسيب أهلها وتمشي بس حكم القوي على الضعيف كانت مضطرة أنها هتنزل لأدهم لأن هي ما كانتش عايزة تعصبه أكتر من كده أدهم تحت يا ماما معلش ملحقتش أقعد معاكي أنت لسه جاية من برا بس أوعدك أني هقعد معاكي كتير وأنا جيت النهاردة علشان أعزمكو على الفرح فرحي بعد بكرة بجد يا حبيبتي ألف مبروك يا نورعين أنا بجد فرحنا لك قوي بس أنا زعلانة علشان ملحقتش أقعد معاكي يا رانا لأنا فرحت قوي لما راح مكلمتني وقالتلي أنك موجودة هنا في البيت بس عموما خلاص علشان خطيبك ما يزعلش انزلي حبيبتي وروحيله يا ماما يا حبيبتي بعد بكرة هنقعد مع بعض زي ما احنا عاوزين أنا عايزكو تقولي من الصبح قبل مجهز علشان أنتو أول ناس لازم تشوفوني وانا عروسة ولازم نقعد مع بعض كتير قوي قبل الفرح ما يبدأ وهنتكلم وهنعمل كل حاجة يا ماما أيوة كده كويس إنك ما تأخرتيش أنا بس كنت مستنيكي تتأخري دقيقة كمان وكنت هتشوف اللي عمرك في حياتك ما شفتيه بس شكلك كده اتعلمتي من أخطائك وده اللي أنا بتمنى عموما إن إحنا خلاص فرحنا بعد بكرة أيوة أنا عارفة إن فرحنا بعد بكرة وأنا فعلا إني أدهم اتعلمتي من الغلط اللي حصل ومش هعمل كده تاني وأوعيدك إني هبقى ليك زوجة مطيعة وزوجة مخلصة ومش هعمل أي حاجة تزعلك تاني ألف مبروك يا عروسة ده أنت طلعة زي الأمر أنا عملتلك هول ميكب واتلعت زي الأمر بصي يا عروسة أنا عايزك تبصي كويس قوي في المراية والميكب لو محتاج أي تعديل وليلي وأنا عدلهلك وأعملك اللي أنت عاوزي قبل ما عمشي وألف مبروك يا حبيبتي ياه ده أنا تأخرت قوي في اللبس أنا لازم أنزل أشوف رانا يارب تكون جازت هي كمان المعازيم تحت بقالهم فترة كبيرة وإحنا كده تأخرنا بس أكيد رانا جازت ده الميكب أرتست كانت عندها من الصبح أما روح أشوفها بقى تاني يا رانا تاني أنا عارف عارف أنك بترضي للضربة بس سويا تفتكري أن أنا هسيبك والله ما هسيبك ويوم ما لقيكي أنا هعرف ساعتها تعمل معك إزاي أكيد هي دلوقتي عند النادل اللي اسمه خالد وأدهم بيركب العربية علشان يروح بيت خالد علشان كان ناوي أنه لو لقاهم في البيت هيقتلهم هما اللي اتنين أنا هوريك يا خالد وهوريك أنت كمان يا رانا أكيد أكيد مع البيت أكيد في بيتهم وفعلا أدهم روح بيت خالد وفتح بالمفتاح اللي موجود معاه أما أول ما دخل البيت فضل ينده عليهم في كل مكان بس ما كانش حد بيرد وطلع القوة ده علشان يدور عليهم أدهم بعد ما بيطلع القوة دفوق ما بيلاقيش أي أثر ليهم ولا رانا ولا خالد معقولها دول مش موجودين في الفيلا هيكونوا فين بس بلاش سويت صوت الجايب لآخر الشارع بتصواتي ليه إن شاء الله عايزة إيه بالزبط أرجوك تقولي أنت خطفني ليه ده النهار ديوم فرحي أنت عاوز مني إيه بس أنا مش عارفة أنا فين ولا أنت بتعمل معايا كده ليه أرجوك أرجوك تسيبني أروح أكيد خطيبي بيدور علي دلوقت ولو ما لقنيش في البيت هتبقى كارسة أرجوك تفهمني وتقولي أنت عايز مني إيه وخطفني ليه ما عنديش أي تعليمات أن يرد على كل أسئلتك خليكي موجودة هنا ومش عايز أسمع صوتك ولو سمعت صوتك عالي أكتر من كده هفجر المسدس ده في نفوخك واخلص منك لما تجي لي أي تعليمات أننا نتحرك من هنا هاخدك ونتحرك لغاية ملبشة ييجي وهو يتصرف معاكي أما عند أهل رانا كانوا جاهزين علشان يروحوا الفرح يا رهام يا رحمة أنتو فين بس كل ده بتلبسوا يا بنات اتأخرنا على رانا جدا ده دلوقتي تتقي الحفلة شغالة وتلاقي المعازين موجودين يلا يا بنات فينكو بس ده كله حاضر يا ماما جايين أهو يعني فرح أختنا وما ينفعش نلبس براحتنا حاضر يا ست الكل هنروح دلوقتي حالا طبعا لكي حق تكوني مستعجلة منت أم العروسة بقى وبعدين إحنا لو تأخرنا فعلا أكتر من كده رانا هتتبحنا علشان هي كانت مستنيانة من الصبح يلا علشان نلحق نقعد معيها قبل ما الفرح يبدأ علشان هي وحشيتني قوي ونفسي تكلم معيها كتير مامة رانا واخوتها راحوا الفلا علشان يتطمنوا على رانا ويحضروا الفرح أول ما راحوا منه ودخل قوضة رانا ملقواش اتفاقوا جدا ومامتها فضلت تقول إيه ده يا بنات هي رانا فين دي مش موجودة في القوضة ومش موجودة برا مع المعزين بقول لكو إيه أنا الآن قوي ومش متطمنة أنا خايفة يكون بنتي جرالها حاجة ولا أدهم الوحش يكون عمل فيها حاجة أنا عارفة أنه هو عصبي هو ممكن يقذيها هنعمل إيه دلوقتي هو ده اللي أنا كنت عاملة حسابه شفت يا ست ماما لما هي قالت أنه هي مرتاح حاله وبقت خلاص عايزة تتجاوزه أنت وفقتي وخلاص ولا كأن فيه أي حاجة حصلت من قبل كده ولا كأنه كان بيهددها ودايما كان بيعذبها أكيد عمل فيها حاجة أنا وثقة ومتأكدة أن البني إيه ده ملهمة جدا هو السبب في اختفاقها ماما أنا مش مرتاح أنا بقول نبلغ البوليس علشان أدهم الوحش ده ياخد عقابه بس الغريبة أنه هو كمان مش موجود هنا في الفيلا طب يكونوا راحوا فين هم الاتنين أنا سألت الشغالة وقالت لي هم الاتنين مش موجودين طب يمكن يكونوا فوق في القضة لا 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 أنا مش متطمنة أنا قلقينة قوي على رنة أنا أدهم الوحش ده بخاف منه قوي وبعدين أنا خايفة يكون عمل في أختي حبيبتي حاجة ولو عمل فيها حاجة أنا ممكن موت نفسي بس بقول لكم إيه بلش موضوع البوليس ده أنتو مش عارفين أدهم الوحش ولا إيه ده لو عارف إن إحنا بس مجرد إننا شكينا فيه ده هيدبحنا إحنا الأربعة أنا وإنت ورنة يا حبيبتي يا رانا طب بقول لكم إيه أنا هطلع دور عليها فوق خلاص يا حلوة جات التعليمات بقول لك إيه إحنا عشر دقايق بالضبط وهنتحرك من هنا وهنطلع على المركب وهناك هتقابلي ساعة تلباشا وهتعرفي هو خطفك ليه وهتشوفيه بعينك بقول لك إيه قعودي هنا العشر دايق دول ومش عايز صدع أنت صدعتيني بزنك من الصبح وعياطك أما رانا كانت مرتبكة وخايفة جدا من كلامه ما كانتش فهم أي حاجة ولا كانت عارفة هو مين الباشا ده اللي خطفها وعايز يوديها المركب يعمل معاها إيه أنا أنا أروح المركب أعمل إيه في المركب وبعدين هو مين الباشا بتاعك ده اللي خطفني أنا مش فهم أي حاجة أرجوك تقول لي أرجوك تقول لي أنا رايحة فين وهم اللي خطفيني عاوزين مني إيه أنا معملتش أي حاجة وحشة مع حد ولا أزيد حد علشان كده حد يخطفني رد عليها وقال لها بقول لك إيه أنا قلتلك مش عايز أسمع صوتك ما عنديش أوامر أني أجاوب على أي كلام بتقوليه عشر دقايق وهتكوني في المركب وساعتها يا ست يسألي الباشا بنفسك هو اللي خطفك والله أعلم هو خطفك ليه وساعتها أسأليه على كل الأسئلة اللي انت عاوزاها وفعلا أخدوا رانا على المركب رانا كانت منهارة من العياط وما كانتش فهم إيه اللي بيحصل لها كانت متوترة جدا وقلقانة وخايفة أما رانا وهي وقفة فجأة شافت اللي عمرها ما كانتش تتوقعه أما أدهم كان عمال يلف في الشوارع زي المجنون فضل راكب عربيته بيلف عليها في كل مكان ما كانش لقيها وما كانش عارف يتصرف إزاي قلبه كان عمال يقوله إن هي في خطر أما عقله كان بيصور له حاجات تانية وحشة من اللي خالد كان بيقولها عليها أنا هتجنن مش لقيها بس أنا مش هسيبك مش هسيبك اللي ما لقيك أما في الفيلا إيه قوليلي لقتي رانا ولا أدهم ولا حد يارب تكوني لقتيهم وأنا قلقانة هموت من القلع على بنتي لأ يا ماما مع الأسف ما لقيتهاش فوق كأنها اختفت وأدهم كمان مختفي واتصلت بيه كتير قوي على الموبايل ما كانش بيرد علي والمعزين برا ابتدوا يمشوا بعد ما ابتدوا يتكلموا كلام كتير قوي على إنهم يوم الخطوبة ما احترموش الناس وما نزلوش وكمان يوم الفرح برضو ما احترموهمش وكمان ما حدش حضر الفرح والناس زهلت جدا ومشي مش عارفة يا ماما هتكون فين يا حبيبتي يا بنتي طب وبعدين يا بنات هنعمل ايه أنا لازم اتصرف ما انا مش هسيب بنتي غير انا كده واسكت انا مرعوبة ومش عارفة بنتي فين والله يا ترى يكون عمل فيها ايه بس أنا اللي مطمني ومريحني إن أدهم معاها يعني هو كمان مختفي يعني أكيد رانا مش في خطأ أكيد مع أدهم يا بنات يا رب خليك جنب رانا بنتي يا رب ويا رب ما يمسها اي سوق أما رانا انهارت جدا أول ما شافت خالق وتعصبت عليه وفضلت تقوله انت انت اللي جبتني هنا هو انت تجننت هو انت خلاص ما بقاش فيك عقل تروح تخطفني من بيدي وتعمل كل اللي انت عملته ده ومركبني المركب دي ليه وموديني على فان اتفضل رد على كل أسئلتي أنا مش عارفة مين اداك الحق اللي يخليك تعمل فيا كل ده ما هو أنا غلطانة أنا غلطانة ان من الاول اصلا اديتك وش حلو علشان كده خليتك تاخد علي قل لي قل لي ايه اللي خليك تخطفني يوم فرحي اصلا انت مش عارف ادهم لما يعرف ان انت اللي خطفني هيعمل فيك ايه وهيفتكر عني ايه اكيد هيفتكر حاجة وحش عارف انت عملت ايه انت خطفتني يوم فرحي انا فرحي النهاردة رد عليها خالد بكل برود اعصاب وهو بيقولها طب ما انا عارف ان فرحك النهاردة وفرحك هيكمل النهاردة زي ما هو بس هيبقى فيه اختلاف بسيط وهو ان العريس هيتغير بدل ادهم الوحش هيبقى خالد ايوه انا يا رنة اللي هبقى عريسك اصلا انت ما تعرفيش انا حبيتك قد ايه انا اولى بيك من ادهم الوحش ده اللي مش مقدرك ولا مقدر جمالك لكن انا من ساعة ما شفتك وانا بحبك ايوه مش معجب بيك وبس لأ حبيتك حبيتك من اول نظرة واول ما شفتك في الشرع وانتي هربونا من ادهم كانت الفرحة مش سيعاني كنت اسعد انسان في الدنيا رنة كانت مصدومة جدا من الكلام اللي خالد بيقوله وما كانتش مصدقة الكلام اللي هي بتسمعه بودانها وتعصبت عليه وفضلت تقوله انت انت اطلعت بتحبني انا يعني انت بتحب خطيبة صاحبك انت بجد مش انسان انت حيوان وخطفني علشان تتجوزني يوم فرحي انا مش هسيبك وادهم مش هيسيبك تلاقيه اكيد بيدور عليك واكيد هيوصل لنا زي ما المرة الاولانية وصل لي وانا في الفيلا بتاعتك اكيد مش هيسيبني واكيد هيوصل لي وانا هنا وساعتها مش هيرحمك وانا كمان مش هرحمك وبعدين تعالى هنا مين اللي قالك ان انا بحبك ولا عاوزك انا مش بحبك انت انا بصراحة بحب ادهم اول مرة في حياتي اعترف اني فعلا حبيته مع انه هو قاسي علي رغم كل اسوده مع اني حبيته شش انا مش عايز اسمع منك الكلمة دي تاني لو سمعت منك كلمة ان انت بتحبي ادهم دي هاخدك وارميكي في البحر وقتلك واخلص رانا عايزك تركزي وتفوقي انت قدام جوزك فاهمة يعني ايه جوزك ينفع واحدة محترمة تقول لجوزها انها بتحب واحد تاني اكيد واحدة مش محترمة اللي تعمل كده لكن اللي انا عرفه عنك انك بنت ناس وانك محترمة جدا اوه بعدين انت النهاردة هتبقي مراطي ودلوقتي حالا يا رجالة جاهزوا المأزون وحضروا لكل حاجة انا فرح النهاردة على اجمل عروسة في الدنيا رايس انا قاسف مش هارف اقول لحضرتك ايه بس الحقيقة ان المأزون اللي كان هنا عنده دوار البحر واول مركب المركب تعب واضطرنا اننا نرجحه تاني انا قاسف يا رايس خالد اتعصب جدا من الكلام ده وزعق وقال ايه التهريك ده ليه قبل ما تجيبوه ما تسألهوش وليه قبل ما تعملوا اي حاجة ما تاخدوش اذني اتفضل امشي وتدورلي على مأزون تاني وتتأكد كويس جدا ان حالته الصحية كويسة ومش عايز اي غلطة اي غلطة تانية هتطير فيها رقابتك ارجع البيت عندي واتسل بالمأزون وخليه جيب لك مأزون ييجي لغاية هنا حاضر حاضر يا رايس انا هعمل كل اللي حضرتك امرت بيه عن اذنك اما ادهم كان قاعدة على العربية قدام بيت خالد كان متوقع ان هما ييجوا في اي لحظة البيت علشان كده كان مستنيهم انا تعبت انا تعبت وانا بدور عليهم ومش لقيهم انا خايف يكون الكلب اللي اسمه خالد خطفها ولا عامل فيها اي حاجة ساعتها اقسم بالله يا خالد ما هيكفيني فكرة ابتك ولا علتك كلها والله ما هسيبك ايه ده ده الراجل بتاع خالد وادراه اليمين اه انا لازم امشي وراه وحدة وحدة ولازم اعرف ايه هي الحكاية لازم ان شاء الله هعرف الحقيقة وهعرف هم فين وهعرف اجيبك يا رنق قالو ايوه يا باشا ينفع كده اقول لك عايز مأزون تروح تجيب لي مأزون عنده دوار البحر ايوه وكتب الكتاب على المركب في البحر الباشا كان هيقتني بسببك بقول لك ايه انا عايز مأزون كده يكون كواف ويكون صغير في السن ما يكونش رجل كبير وعنده مشاكل وما يكونش عنده اي امراض خليه يجيلي على بيت خالد بيه زي ما توقعت لقيت يبقى هو كده هو خاطف رن الحيوان انا مش هسيبك يا خالد ومش هرحمك انا لازم اتصرف ولازم اروح المركب دي لازم اروح البيت حالا والبس لبس مأزون ايوه يا عصام انا كويس بدون كتر اي كلام علشان انا مش فاضي انا عايزك بالوقت حالا تيجيب لي لبس مأزون ايوه يا سيدي لبس مأزون فورا وتجيبه لي على الفيلا بسرعة الموضوع حياء او موت ادهم وحشتني كنت فين كل ده وينفع كده تسيبني كل الفترة دي وما يهونش عليك حتى تسأل علي انا زعلنة منك ومخصمك موت على فكرة وبعدين بقولك ايه هو وانت مش خلاص فاركشت الخطوبة مع البنت البلدي دي جاي دلوقتي وعايز تتجوزها انا سمعت ان كان فرحك النهارده بقولك ايه انا مش هسمحلك انك تتجوز البنت البلدي دي بقولك ايه انا دلوقتي عفريت الدنيا بتتنطط قدام وشي ابعدي عني دلوقتي وتفضل امشي وبعدين هنتكلم بعدين علشان انا في مشكلة كبيرة المشكلة دي ممكن تعرض حيات رانا للخطر بقولك ايه امشي انت اصلا مش جاية في وقتك خالص وما ينفعش التأخير امشي دلوقتي لو سمحتي وبعدين انا هبقى اتصل بك وبعدين هنبقى نتكلم يلا يا شهناز انا اصلا متوتر ومش عايز اتكلم مع حد بقولك امشي يه بقى كل ده علشان البنت دي ينفع كده يعني يا استاذ ادهم تكلمني بالعصبية دي علشان واحدة زي دي ادهم انا مش هسيبك وهفضل قعدة معك هنا واي مكان هتروحه انا هبقى معك فيه لان انت كنت وعدني بالخطوبة اول ما فركشت مع البنت دي وجاي دلوقتي تقولي ان هي حياتها في خطر ما تولع وانا مالي بقولك ايه انا بحبك وانت عارف الكلام ده كويس وماليكش دعوة بالبنت الزبالة ديت هي لو سمعتك جبت يصير ترانى باي كلمة وحشة على لسانك هقطعهولك وهقطعلك رأبتك كمان البنت دي مش بلدي البنت دي انضفه احسن من عشرة زيك القلم ده علشان بس يفوقك ويعرفك امتك وتفهمي كويس انت ايه وهي ايه انت حاجة وهي حاجة تانية خالص عايز اقولك ان البنت دي غير انها بنت عمي فهي هتبقى امراضي وانتي ملكيش حاجة عندي اما رانا فضلت تتحيل على خالد وتتحيل عليه انه يسيبها وما كانتش فهمه وبيعمل معيها كل التصرفات دي ليه كانت منهارة من العياط وكانت بتتحيل عليه كتير قوي وهي بتقوله بقولك يا خالد انا مش عارف انت بتعمل معي كده ليه علشان خطر يسيبني اروح اكيد ماما واخوتي دلوقتي هلقانين علي وبعدين كفاية يون فرحي لما خطفتني من خطيبي انا مش عايزة منك حاجة كل اللي عايزة انك تسيبني شش انا اسيبك ده انا لما صدقت لقيتك ده فرصة حياتي اني لقيتك واخدتك بعيدة عن عيون العالم كلها من هنا ورايح انت هتبقى مراطي ومش عايزك تفقري في اي حاجة تانية اتحقر مزاجنا غير انك هتبقى مبسوطة معايا وعايز اقولك كمان ان هنعمل شهر عسل في اي مكان انت تطلبيه ولازم نخلف ولاد كتير قوي علشان بحبك يا رانا اما ادعم الوحش لبس لبس مأزون وجهز علشان يروح بيت خالد انا كده جهز يا دوبة روح السلام عليكم ورحمة الله انا المأزون اللي حضرتك طلبتني هم قالوا لي ان فيه كتب كتاب الف الف مبروك وربنا يتم من بخير هم الفين العريس والعروسة انا جاهز علشان كتب الكتاب اهلا وسهلا يا باشا نورت يا حضرت المأزون اتفضل اتفضل بس الكتب الكتاب مش هنا بصراحة انا عايز اسألك بس او عيكون عندك دوار البحر لان الفرح هيكون على المركب ولا عندك اي مشاكل ولا بتعاني من اي مرض مش عايز اي غلط الباشا ممكن يقتلنا لا 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 ما عنديش دوار البحر ولا حاجة وما عنديش اي امراض سليم معافي وان شاء الله اتفضل بينا على المركب علشان انا جاهز لكتب الكتاب اهلا وسهلا يا شيخنا نورت والله حضرتك جيت في وقتك بقولك يا شيخنا انا مش عايز اي غلط عايز كل حاجة تمشي مظبوط وطبعا الرجالة بتاعتي والسوق انك لازم تكون ما عندكش اي مرض لا يا سعد تلباشا ما عنديش اي مرض والحمد لله انا جاهز لكتب الكتاب وان شاء الله ربنا يتمم لكم بخير بس انا عايز اسأل حضرتك سؤال لا يا جوز جواز بالاكراه هي العروسة شكلها بتعيط ممكن تكون مش موافقة لا يا جوز لا هيجوز حتى لو لا يا جوز فانا هخليه يا جوز بقولك ايه ما لكش دعوة بتعيط ما بتعيطش ما لكش فيه كل اللي مطلوب منك دلوقت حالا انك تكتب الكتاب وإلا المسدس اللي في ايده دلوقتي هيتضرب كله في نفوخك وبعدين دل عروسة موافقة وإحنا أصلا أخدين بعض على حب هي ما بتعيطش ولا حاجة هي بس دموع الفرحة لا يا شخنة كذاب ومش دموع الفرحة ولا حاجة هو خطفني وعايز يتجوزني غصبا عني هو انا ما بحبهوش وخطفني من عريسي يوم فرحي من عريسي اللي انا بحبه وعايز يتجوزني غصبا عني تخيقل يا شخنة كمان راح أقل لخطيبي كلام وحش علي علشان يكره فيا ده اللي انا عرفته بعد كده علشان كده خطيبي كان بيعملني بأسلوب وحش أرجوك انكزني بس ما تكلميش ولا كلمة تاني انا مش هيز اسمع صوتك هو اللي مش واصق فيك هو لو كان واصق فيك وكان بيحبك بجد ما كانش يصدق الكلام اللي انا قلته له بس مع الاسف ده صدق وما جادلنيش كمان اول ما قلت له الكلام جري ورح علشان عايز ينتقم منك علشان تعرف ان هو ما بيحبكيش عمره في حياته محبك ادهم الوحش ده مجرد منظر على الفاضي لكن هو ولا يطور الحمد لله الف شكري يا شيخنا انا مش هعارفة شكرك ازاي ده كان خطفني وكان عايز تجوزني غصبا عني واخدني من خطيب اللي انا بحبه بجد انا متشكرة قوي انت اديتني حياة جديدة انا كنت حاسة ان خلاص بموت وكانت حياتي بتنتهي بس حضرتك شجاع قوي ان حضرتك تقدر تاخد السلاح من ايده وبعدين تضربه مهمة الاتنين بصراحة حضرتك بطل ايه ده انت يا ادهم معقولة انت المأزون وعملت كل ده علشان توصلي ادهم انا مش عايزك تفهمني غلط والله هو اللي كان خطفني وهو اللي كان عايز يتجوزني غصبا عني انا عمري ما فكرت فيه ولا عمري حتى حبيته كان دايما بيقولي ان هو بيحبني لكن انا مش بحبه هو انا اصلا مش حوزي وهو اللي خطفني لغاية هنا وكان عاوز يتجوزني هو الكلام اللي كان بيقوله علي يليكي أدهم أنا مش هاوزك ما تقوليش ولا كلمة مش أنت الغلطانة أنا الغلطان أنا الغلطان يوم ما صدقت واحد زي ده وما وصقتش فيكي أنت أنت بنت عمي تربيتي اللي كنت متربيه على إيدي أنا آسف أنا اللي آسف يا رنة أوعت اعتزريلي لأن الغلط كان عندي أنا من البداية بس أوعدك أن كل حاجة هتتغير هنرجع زي الأول وأحسن كمان وهنتجوز هنتجوز يا رنة أنا وانتي وهنعيش حياتنا اللي نفسنا نعيشها بدون خالد وبدون أي مشاكل أنا وانتي وبس وبعدين هو يا ستة رنة أنت عجبتك القعدة على المركب هنا ولا إيه مطي الله بقى نمشي أنا زهقت من المكان ده رنة وأدهم روحوا البيت ورنة أول ما روحت البيت فضلت تقول لأدهم أنت عارف يا أدهم أنا بجد بفكر كتير قوي ليه بس الحاجات الوحشة دي كلها بتحصل معنا ليه ما نعيش حياة طبيعية زينا زي أي اتنين بيحبوا بعض أنا في البداية ما كنتش حباك بس بعد ما تعملت معاك عرفت أن قلبك أبيض أوه يتقولي كده يا رنة كله بأمر ربنا وكل العقابات اللي اكتبقى قدامنا دي علشان نوصل لسعادتنا في النهاية كلها اختبارات من عند ربنا علشان ربنا يا اختبر صبرنا كله بأمر ربنا يا رنة أنا وأنا معاكي أنا حاسس أني بقيت أدهم تاني خالص حاسس أني اتغيرت ما بقيتش أدهم المتسرع العصبي بتاع زمان المهم أنا هطلع غير هدومي وطم الممتك عليك في التليفون أول ما أدهم جي يخرج من القوضة رنة ندهت عليه وقالت له أدهم ما تسيبنيش وتمشي رد أدهم وقال لها هيا ستة دلوعة عاوزة إيه مني بس أنا قلتلك يا ستة هطلع غير هدومي على طول وهكلم ممتك وانزلك رنة ردت عليه وهي زعلانة جدا وهي بتقول له أدهم أنا خايفة قوي أنا عاوزة اكتبات معايا هنا علشان خطري أدهم توافق أنا بجد خايفة بات هنا الوحدي حس أن خلد ممكن يطلع لي من أي مكان أرجوكي أدهم تبات معايا علشان خطري أنا خايفة قوي عنهم في القوضة الوحدي رد أدهم وقال لها أنت مجنونة يا رنة ولا إيه حبيبتي إحنا لسه مخطوبين هابت معاكي في نفس القوضة إزاي لا 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 ماينفعش أدهم أرجوك بات هنا أنا يا سيدي هنام على الأرض أو أنت تنام على الأرض أي حاجة بس المهم تفضل جنبي هنا في القوضة أنت طول ما أنت معايا وأنا بحس بالأمان لكن لما بتمشي من قدامي بحس أني خايفة ومرعوبة ومتوترة ومش هعرف أنام وأنا بصراحة تعبت قوي الفترة اللي فاتت ونفس أنام حاضر يا سيدي من عناية من عناية يا طفلتي المصون ويا رب بقى تبقي زوجاتي المصون ساعتها أكون أسعد إنسان في الدنيا ممكن بعد إذن جنابك أطلع بس قدتي أغير هدومي وانزلك مش هتأخر عليكي أدهم كلم مامة رانا علشان يطمنها عليها ومامتها تفجأت واتبسطت جدا لما سمعت إن رانا بنتها بخير قالوا أيوة يا أدهم إيه الأخبار يا ابني بجد الحمد لله سلمي عليها على مجلك أما أدهم وهو في قطه أغير هدومه وطلع يجري علشان يروح لرانا علشان ما تخافش علشان رانا ما بتحسش بالأمان غير وأدهم جنبها أول ما أدهم نزل القودة عند رانا لقى رانا نايمة في الأرض من غير ما تحس نامت من كتر التفكير ومن كتر التعب في الفترة اللي فاتت أما أدهم شار رانا من على الأرض علشان ينايمها على سريرها وهو كان عمال يبصرها كتير قوي وكان عمال يتأمل في جمالها وفي بشرتها النعمة اللي زي الأطفال وهو الشهل لشبه الملاك رانا نامت وغرقت في النوم بعد ما أدهم غطاها بالبطانية أما أدهم نام مع رانا في نفس القودة نام جنبها على الأرض فجأة رانا صحيت من نوم وفضلت تسوت وفضلت تقولي لحقني يا أدهم أما أدهم فضل يطمنها وهو بيقولها رانا اهدي أنا جنبك ومش هسيبك ما تخفيش من حاجة حلمتي بيه بس ردت رانا وقالت له وهي مرتبكة جدا بصراحة يا أدهم أنا حلمت بخالد أنا مش عاوزك تزعل والله أنا كمان مش حاب أسمع سيرته ويقولها حبيبتي ما تقلقيش ما حدش هيقدر يعمل لأدهم الوحشة أي حاجة وانتي في حمايتي ما فيش أي مخلوق على وجه الأرض يقدر يمسك بأي حاجة شر طول ما أنا جنبك ما تقلقيش أنا عايزك تنامي وانتي مرتاحة وأنا نايم جنبك يعني تتطمني وما تقلقيش طول ما أنا جنبك يا رانا مش عايزك تحسي بأي مشاعر خوف عايزك تحسي أن أنتي مطمئنة وبس لأن عايزك تفهمي كويس قوي أن يوم ما يجرالك أي حاجة أو تتعرضي لأي خطر لازم تتأكدي أن أنا اللي هوجهه مكانك ياه ده أنا نيم تنوم أول مرة أحس أن أنا نايمة وأنا متطمنة كده يا حبيبي يا أدهم نايم على الأرض من مبارح أنا لازم أروح أجهز له فطار حلو وقوي قرانا راحت المطبخ علشان تجهز لأدهم الفطار أما أدهم أول ما دخل المطبخ استغرب جدا وهو بيقول لرانا الله هلا ده إيه الحلاوة دي على الصبح كده صح يا بدري وفيقة وبتجهزيلي كمان الفطار أنا عايز أقولك أن أنا النهار ده أسعد راجل في الدنيا أن أنا هاكل من إيد الأمر دي قولي لي يا حبيبتي نمتي كويس آه يا أدهم أنت عارف أول مرة أحس أن أنا نايمة ومرتاحة قوي كده كنت حس بالأمان قوي وأنا جنبك أنا ما بقيتش حس بالأمان غير وانت جنبي شكلك كده هتبات معايا في القوضة كل يوم علشان كده بقى أنا هعمل لك أحلى فطار لأحلى أدهم في الدنيا إن شاء الله الفطار ده هيعجبك قوي ويريد تقولي بقى 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 رفض بخ ولا لأ أه أما فجأة أدهم ورانا سمع وصوت خبطة على الباب جامد جدا وبعد كده شغالة فتحت الباب وصوت زهيئة على الباب وحد كان بيخش غصبا عن الشغالة أدهم تعصب جدا أول ما شافش هيناس في الفيلا وفيدل يقول لها أنت إيه اللي جابك هنا وعملة شوشرة ليه وبتخش كمان غصبا عن الشغالة اللي أنا مديهم أوامر إن أول ما يشوفوكي محدش يفتح لك الباب بقولك إيه أنا مش عايز مشاكل أخرجي برا حياتي وأنا بحب رانا وخلاص هنتجوز قريب قوي وأبقى أعزمك على الفرح لو حابة تيجي شاهناز اقصري الشر ويمشي من هنا علشان أنا عفريتي الدنيا كلها بتتنطط قدامي أما شاهناز ردت عليه بكل هدوء وبكل برد أعصاب وهي بتقول له ليه بس يا أدهم يا حبيبي ده أنا جيت علشان عاوزة تطمن عليك أصل إنت بقى وحشتين يموت وبعدين هو إيه اللي جاب البتاعة دي هنا مش إنت قلت إن إنت خلاص سبتها وقلت إن إنت بتحبني وهنتجوز إحنا اللي اتنين ومش عايز تعرف البتاعة البلدي دي تاني إيه اللي جابها بقى هنا تاني يا أستاذ أدهم رانت عصبت جداً وردت بعصبية وهي بتقول لها نعم أنا بتاعة بتقولي علي أنا بتاعة وإيه اللي جابك هنا الفيلا دي تصدق إن إنت ما عندكش دم وبعدين أستاذ أدهم قالك إن أنا خلاص فاركش الخطوبة بيني وبينه وهيتجوزك صح؟ حلوة قوي والله الكلام ده بقولك إيه امشي من هنا امشي من هنا ومش هايز أشوف وشك هنا تاني أنا مش فهم إيه البرود ده أنت بتيجي هنا ليه أصلاً ولا ليكي مين هنا ردت عليها شهناز بكل حدة وهي بتقول لها أنا باجي هنا يا حبيبتي مش علشاني الوحدي علشاني أنا واللي في بطني علشان أنا حامل حامل من أدهم الوحش أهلاً وسهلاً بكل متابعين قصص وحكايات إيمان قبل ما نبدأ حلقة النهاردة بدعوكم للاشتراك في قنوات الاتنين أول قناة وهي اسمها روايات إيمان أي قصة موجودة في قصص وحكايات إيمان بتبقى موجودة في روايات إيمان عبارة عن فيلم كامل إن شاء الله هتعجبكم أما قناتي الجديدة وهي اسمها قصص حب هقدم فيها قصص رومانسية هتعجبكم قوي وفي قصة شغلة فيها حالياً قصة بوليسية رومانسية إن شاء الله هنقدم فيها قصص كتير مختلفة أتمنى تدعموني في القناتين وتشتركوا فيهم علشان هقدم فيهم قصص حلوة جداً يلا بينا نبدأ الرانا أول ما سمعت الكلام ده سبتهم ومشيت أما أدهم فضلي نادي على رانا كتير ورانا ما كانتش بترد عليه لغاية ما راح لغاية عندها وشدها من دراعها وقال لها رانا قلتلك تعالي هنا ما تسمعيش كلامها دي واحدة حقودة وأكيد كذابة كل الكلام ده مستحيل أصلاً يحصل قويت سبيني يا رانا خليكي جنبي إحنا اتفقنا إننا هنكمل بقية حياتنا مع بعض ما تجيش تبعيني في آخر لحظة رانا خليكي هنا وأنا هزبتلك بنفسي إنها كذابة قويت صدقيها يا رانا في الكلام اللي هي بتقوله أنا بحبك أنت ومش عايز أي حد في الدنيا غيرك أرجوك يا رانا رانا ردت عليه وهي منفعلة جداً وفضلت تقوله خلاصي أدهم كل حاجة راحت كل حاجة انتهت أنا مستحيل أبداً أحرمك من ابنك أنا عارفة إنك كان ليك علاقة بيها وعارفة إيه اللي كان بيحصل بينكم الزب أنا مقدرش أحرم ابني من أبوه أنا طول عمري عايش حياتي وأنا يتيمة ومحرومة من أبوي عمري ما أهاجي أبداً على طفل صغير ولا أحرمه من أبوه هو عايش خليك جنبها يأدهم واتجوزها علشان لما تخلف ابنك الصغير يعيش في حياة كويسة أما أنا هارجع لبيت أهلي تاني وهكمل دراستي تاني اللي أهملت فيها بسببك ربنا يوفقك أدها متعصب جداً وبصل شاهناز وقال لها عجبك كده؟ مبسوطة باللي أنت عملتيه؟ طبعاً هو دا اللي أنت عاوزة توصليله إنك تمشيها من هنا وتخلينا نسيب بعض أنا عارف كل نواياك الخبيثة بس أنا مش هسيبك ومش هرحمك لو عرفت إنك مش حامل كل اللي هيفرق بيني وبينك دلوقتي هو تحليل الدين إيه ولو أثبت عكس كده اعتبري نفسك من الأموات وحتى لو طلعت حامل عايزك تفهمي حاجة واحدة بس رانا دي بتاعتي وهتجوزها ردت شاهناز عليه بكل حنية وقالت له اللي أنت عايز ويقادها معمله أنا مش عايزة أي حاجة في الدنيا غير إن اللي في بطني يتربى من أب وأم ويعيش حياة سوية يعني هو إيه زنبه إنه هو هيجي الحياة دي وأبوه رفضه أدهم أنت ما بقيتش أدهم بتاع زمان اللي كان بيحبني رد عليها أدهم بكل عصبية وهو بيقولها أه أدهم بتاع زمان مات ما أنا كنت عايش معاك وكويس جدا وكنت بحبك على فكرة أنت اللي خنتيني وروحتي عشان تتخط بالواحد تاني وجاية بعد كده تقوليلي إنك حامل طب أنا عايزاني أعمل إيه عايزاني أخذك بالحضن وسقفلك وأقولك ألف مبروكي حبيبتي وننزل نجيب هدوم البيبي بقولك إيه أنا كل اللي بيني وبينك زي ما قلت لك التحليل ولو عرفت إنك حامل هتعيش معايا معززة مكرمة بس لازم تفهمي إن رانا ليها مكانة تانية خالص في قلبي إنما بقى لو طلع عكس ذلك فأنت حرة يبقى دفنت نفسك بالحياة اتفضلي أعودي معايا هنا في الفيلا لغاية ما تولدي يا أهلا يا أهلا يا حبيبتي يا رانا وحشتيني عامل إيه قلب ماما إخواتك البنات دلوقتي في مدرسهم عارفة لو عارفين إن الجاية دلوقتي كانوا سابوا المدرس وطلعوا يجروا على البيت رانا مالكي حبيبتي شكلك زعلانة أوعت قوليلي إن أدهم دايقك ولا زعلك أنا أصلا الوضع كله مش هاجبني وبتديت أصحصح وفوق إن أنا سكت على المهزلة اللي بتحصل دي إزاي تعيشي مع راجل غريب في بيت واحد مهما انكن كنتم مخطوبين مش متجوزين قوليلي قوليلي بس مالك أنا لازم أصلح الأخطاء كلها اللي بتحصل دلوقتي لازم أبعدك عنه يا رانا أدهم هيبقى قبي يا ماما من شاهي نازي السكرتيرا بتاعته جات النهاردة الصبح وإحنا بنفتر وقالت له على كل حاجة قالت له إنها حامل وأنا طبعا تعصبت جدا واتنرفزت واسبت البيت ومشيت أنا خلاص يا ماما ما عادش ينفع خلاص أرجع له تاني ما ينفعش أحرمه من ابنه زي ما أنا محرومة من أبوي الله يرحمه مامة رانا تعصبت جدا وقالت لها نعم حامل وأستاذ أدهم هيبقى قب لا والله ألف مبروك أنا هيا علي أم زغرط له دلوقتي وعايزة تتجوزي واحد زي ده على جثتي يا رانا الأول أنا مش عارفة كنت معمية ولا إيه اللي كان بيحصل كان أي كلمة بيقولها مبقدرش أقوله لأ ومبقدرش أقوله أنت بتعمل إيه لكن من هنا ورايح أنا اللي هقفله ومش هتروح البيت ده تاني وأدهم ده مش هتتجوزي يا رانا حتى لو آخر ينفع عمرك أنت فهمة ولا لأ عايزك تنسي خالص بعد ما كنت أنا اللي بتحيل عليك أنك تتجوزي أنا اللي بقولك دلوقتي أنك تسبي أنا مستحيل أجوزك لواحد زي ده يلا خشي قطك علشان أقدم لك في الجامعة وهترجعي وهتكمل دراستك أما رانا دخلت قدتها وفضلت تعيط وكانت حزينة جدا إن هي مش هتشوف أدهم تاني لأنها فعلا حبته وفضلت تقول أنا بجدمت دايقة جدا إني سبت أدهم أدهم وحشني قوي أما شاهي ناس في الفيلا عند أدهم جاهزت العشاء وراحت لأدهم قطه وفضلت تقوله قوم يا أدهم أنا جهزت لك الأكل أنا جهزت لك كل الأكل اللي أنت بتحبه طبعا ما أنا عارفة إيه كويس قوي الأكل اللي أنت بتحبه كل حاجة أنت بتحبها من هنا ورايح هي اللي هتحصى عايزين نعمل نظام تاني خالص مش أكل البلدي اللي اسمها رنع قدها متحصب جدا أول ما قالت كده وقام من على السير علشان كان عايز يضربها والطبق وقع على الأرض تكسر وجاي علشان يضربها افتكر إنها حامل إيده وقفت وعاجز إنه يمد إيده عليها وفضل يهدي في نفسه علشان ممكن تكون حامل وما يقزيش الطفل اللي في بطنها أما شاهناز كانت خايفة جدا منه وكانت مستغربة هو إزاي حبها وإمتى حبها في الفترة دي أما رنع راحت الجامعة بتاعتها وكانت سعيدة وفرحانة قوي في يوم وهي قاعدة تحت الشجرة وكانت بتذكر ابتدت تحس إن فيه شاب واقف عمال بيبصلها جامد قوي وهي محطتش في بلد بقولك يا هدير أنت ما تعرفيش الأمر اللي قاعد هناك ده في سنة كام ولا جي إمتى ده أنا أول مرة شوفها باين عليها رقيقة قوي ما تعرفيش أي معلومات عنها أنا بصراحة عايز أكلمها لا 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 ما تكلمهاش أحسن بدي قفله مع أدى بدي يا سيدي دفعت سنة أولى وعلى طول قاعدة مع نفسها يا بتذكر يا بتحضر المحاضرات وبتجري على بيتها جري يعني إنسة اللي في دماغك خالص مش هتيجي معاك سكة شكلها كده السنرة غمزت بس بقولك إيه غمزت على الفاضي البنت دي مش زي اللي تعرفهم خالص ومش هتيجي معاك سكة علشان تبقى عارف إبعد عنها أحسن هي ممكن ما تجيش مع أي شاب من شباب الجامعة سكة إلا أنا تيجي عند محمود وتقف أنا بقى قدامك دلوقتي هدخل عليها وهروح أكلمها وهتشوفي لما أكلمها هتعمل إيه هكيد زيها زي أي بنت في الجامعة هيموتوا على كلمة مني هكيد أنيسة أخبارك إيه؟ أنا شايفك كده على طول قعدة مع نفسك وبش مستحبة لأي حد في الجامعة يعني بأقولك إيه؟ أنا الجان هنا بتاعي الجامعة كلها هو أي بنت أو أي حد عايزة تتعرفي عليه مش هتقدري توصلي له غير مني أنا ايه رأيك بقى أمورة لو نتعرف على بعض ما احنا برضو زماي نعم انا اتعرف عليك انت ليه هو انا جيت اشتكتلك ولا قلتلك عايز اتعرف عليك ولا اتعرف على اي حد انا ما بتكلمش مع حد هو مش عايز اعرف حد ولا عرفك رنت دقت منه جدا وثبته ومشي اما محمود اتعصب ودمه كان بيغلي وكان مصر ان لازم يتعرف عليها لان الجامعة كلها كانت بتبص عليه لان ما فيش بنت ابدا بترفض له طلب تلعي يجري عليها وشدها من درعها وهو بيقول لها تعالي هنا رايحة فين انا مش قلتلك انا محمود جان الجامعة وما ينفعش تقوليلي لأ على حاجة ما فيش بنت في الجامعة دي كلها تقدر تقولي لأ اي بنت في الجامعة بتتمنى بس نظرة مني تيجي انتي يا حتة مفعوصة تعملي كده تعالي معايا ادهم بيفضل يضرب في الشاب لغاية ما بيخليه بيفضل ينزف من كتر الدرب اما رانا فضل تتحيل عليه وتقوله لأ خلاص يا ادهم ارجوك انت هتموته ده خلاص بيموت في ايدك ارجوك ارحمه بقى وسيبه او بعدين انت ايه اللي جابك هنا ورايا انت جاية عشان تفضحني وتعمل لي مشاكل سيبه ارجوك ارجوك ما تضربهوش تاني انت هتودي نفسك في دهية رانا فضل تتحيل على ادهم كتير قوي علشان يرحمه ويسيبه علشان كانت خايفة عليه انه يروح في دهية اما ادهم فضل يزعب بصوت عالي قدام الجامعة كلها وبيقول للشاب وبيقول لكل الجامعة رانا دي بتاعتي انا اي واحد هيعمل فيها جنتل وهيجي يتكلم مع رانا لازم يفهم ان هي دين هايتو خطبتي موجودة هنا في الجامعة معاكو لكن خطة احمر اي حد فيكو هيحاول انه يكلمها ولو بكلمة واحدة هتبقى هي دين هايتو كل الجامعة كانوا مستغربين جدا وكل الناس كانوا قاعدين عملين يبصوا عليه وعملين يبصوا على رانا لكن ادهم ما رحمهوش وفضل يزعق فيه وفضل يحضر الناس كلهم من اي حد فيهم يكلم رانا فجأة امشايل رانا في وسط الجامعة كلها ومشي بيها لغاية الشارع فضل شايلها لغاية مروح بيتو وهي رانا كانت مستغربة وكانوا كل الناس بيتفرجوا عليهم في الشارع حتى لما راح البيت شاهي ناس كانت موجودة واستغربت جدا من اللي بيحصل ورانا فضلت تصوت وتقوله نزلني ما كانش بيرد عليها قلتلك نزلني انت ماشي بيها ازاي في الشارع كده وحتى في الجامعة قلتلك سبني اللي انت بتعمله ده انت بتهرج ينفع كده تشلني قدام الناس كلها وتفضل ماشي بيها في كل مكان كأني عيالة صغيرة بقولك ايه ادهم ابعد عني وانا مش هاوز اتجوزك ارجوك ما تتكلمش معايا تاني انا كنت خلاص روحت بيت اهلي وبتديت ارجع الجامعة تاني واكمل دراستي وايه يعني شاب بيكلمني زميلي في الجامعة تيجي حضرتك تموته ضرب بالمنظر ده هو حضرتك مولود فين هو حضرتك همجي ايه اللي انت بتعمله ده انا مش عاجبني كل تصرفاتك وانا مش عايزة تجوزك ابعد عني والخطوبة دي احنا لازم نفركشها انا مش عاوزك تاني خلي الستهاني من الحامل اللي برا تنفعك ادهم تعصب على رانا جدا نعم ياختي زميلك زميلك ويكلمك عادي انت شكلك يا رانا كده بتحرجمي على اني موتك النهاردة زميلك ايه حبيبتي على اساس انك مخطوبة لسوسا بقولك ايه الجامعة دي بعد كده مش هتروحيها الا ورجلي على رجلك هوديكي وهفضل قاعد معاكي كمان جوه المحاضرة علشان لو المعيد حتى فكر انه يكلمك او حتى يبوصلك هيعرف ان هي دي نهايته وهتخلصي المحاضرة وهتمشي ايدك في ايدي انما بقى بالستة الحامل اللي برا انا قلتلك قبل كده ان الستة دي كذابة وانا مضطر اني قاعدها هنا لغاية مكشف كذبها وبعد كده هنتجوز ايه ما تقولش بس هنتجوز انا مش هتجوزك علشان تبقى عارف هتتجوزني غضبا عني يعني ولا ايه وبعدين حامل ايه ودي ايه معنى ان الستة حامل معنى كده ان انت حضرتك ما قاعدها معاك في بيت واحد بقولك ايه انا مليش دعوة بيك وعيش حياتك وروح تجوزها علشان الطفل الصغير يتربى بين ام واب انما انا بقى سبني في حالي وارحمني يا اخي وسبني اكمل تعليمي انا عايز اكمل دراستي وبعدين تعال هنا انت ازاي ما قاعدها معاك في البيت ادهم ما ردش على رانا وسبها ومشي اما رانا كان واضح من كلامها انها غيرانة جدا وفضلت تزعقله وتقوله تعال هنا انا بكلمك رايح فين سبني ومشي ماشي ما اناجي البيت قالقي العقربة اللي برا دي قاعدة معاه في بيت واحد انا مش هسيبك يا شاهي ناز انا هعرف اتصرف معاك ولا الاستاذ البلطاجي اللي جاي للجامعة علشان يضرب في زميلي هو قال ولد كان مستفز بس برضو ميدربهوش بالشكل ده اما شاهي نازي كانت مستغربة جدا من اللي بيحصل وكانت متضايقة قوي ومتعصبة من اللي شافته وفضلت تقولي اموت وعرف البيت اللي اسمها رانا دي عملاله ايه اكيد عملاله عمل هي فكرة اني هسيبها انا مش هسيبها ينا يا هي في الفيلا دي ولا الاستاذ ادهم كأنها عمياله عينه مش ينا يا انت يا رانا بص يا شاهناز علشان نبقى متفقين كده من اولها النهاردة بالليل هيبقى جوزي انا ورانا مش عايز اي مشاكل هتطر ان انتو اللي اتنين تعيشوا مع بعض في بيت واحد لغاية بس ما يطلع تحليل الدي ان ايه وساعتها هفهم وهكرر ايه اللي هيحصل او يكوني فاكرة ان انا مقاعدك في الفيلا هنا علشان جمال عيوني انا مقاعدك هنا علشان ما تروحيش ترشي بتوع المعمل بتوع الدي ان ايه ولا تروحي تعملي اي لعبة من ورايا لازم تبقي هنا قصاد عيني انا انا رشيهم انا يا ادهم انا واسكة ومتأكدة ان انا حامل واسكة ومتأكدة ان حامل منك انت عموما عالف مبروك يا سيدي ربنا يكمل لكم على خير وانا ما عنديش مشكلة ان انا عيش انا وهي في بيت واحد حتى لما ربنا يكرمني وخلف ما عنديش اي مشكلة ان يقابقى الزوجة التانية بس ابننا اللي ملهوش اي زنب في الدنيا لازم يعيش وسط امه واب ويعيش في حياة مرتاحة علشان كده يا ادهم انا موافقة على كل حاجة ايوه تليفون رانا مقفول هعمل ايه بس يا ربي البنت دي ماشي من الصبح بدري وتأخرت قوي انا عالقان عليها معقولة معقولة يكون ادهم رحلها الجامعة ولا عمل فيها حاجة والله يا ادهم لو ضل حصل انا بقى مش هسيبك وانا اللي هقفل اما ادهم اول مصحي من النوم طلع يجري على رانا وكان جايب لها فستان الفرح علشان تلبسه وتجهز رانا امي انا جبتلك فستان الفرح يلا عشان تلبسي وتجهزي والمراضي بقى ولا هعمل حفلة ولا معزيم ولا اي حاجة مفيش اي قوة في الدنيا هتقدر تخليني ما تجوزكيش النهاردة كل ما جا تجوزك لازم تحصل كارسة لكن المراضي هتجوزك يعني هتجوزك حتى لو كان غصبا عنك يا طفلتي المصون رانا تنرفزت جدا من كلامه ووقفت على السرير وفضلت تتنطط وتزعقله وتقوله انا مش هاوزة تجوزك يا بني ادم افهم انا حرة انا يا سيدي مش طيقاك هتجوز واحد اصلا المفروض يكون جايله طفل في الطريق بقولك ايه انا بقى مش هتجوزك حتى لو مودت نفسي هو ايه ده هو بالغصب بالاكراه انا يا سيدي مش هاوزة ايه بعد عني ارجوك ومش هلبس الفستان ولو اخر ينف عمري مش هتجوزك يا ادهم الوحش ادهم تعصب قوي من رانا وفضل يشخط فيها ويقولها رانا انا مش عايز اتعصب علشان انتي عارفة كويس قوي لما بتعصب انا بعمل ايه انا بحاول امتص غضبي على قد مقدر علشان مش عايزة عملك باسلوب وحش ومش عايزة خليكي دلوقتي حالا تكراهي نفسك بكلمك اهو من غير عصبية وبكل هدوء هتقومي دلوقتي حالا وهتلبس الفستان وانا اتصلت بالميكوب ارتست وجيالك دلوقتي علشان تماكيجك وتلبسي بسرعة انا طالع قدت عشان ألبس اما ادهم طلع قدت علشان يلبس البدلة بتاعته واول ما خلص لبس طلع يجري على رانا خلاصي حبيبتي المأزون مشي الف مبروك يا طفلتي المصوم مش هنا قلتلك هيجي علينا اليوم اللي هتبقي فيه زوجتي المصوم بص يا رانا من هنا ورايح انت رجلك مش هتخطي برا عتبة باب الفيلا اللو رجلي على رجلك طبعا عايزة تروحي لأهلك وتعرفيهم باللي حصل واننا تجوزنا ما عنديش اي مشكلة بس برضو رجلي على رجلك انت خلاص بقتي مراطي يعني بتاعتي وملكي مش بتاعت اي حد تاني وفي عصمتي انا علشان كده مش هتروحي في اي حتة من غيري اما فجأة وهم بيتكلموا سمعوا صوت زهيق جامد جدا في الفيلا من برا ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل ادهم كان متوتر جدا لحسن تحصل مشكلة النهار ده كمان اما في الجنينة مامة رانا كانت وقفة وعملت زعق بأعلى صوتها وعملت نادي على ادهم وتقول له تعالي يا استاذ ادهم انا عارفة عارفة ان انت اللي خطفت بنتي تعالي هنا وقول لي رانا فين انا قلتلك ميت مرة ملكش دعوة ببنتي واسبها تكمل دراستها اما شهينيز انتهزت الفرصة وتلعد تجري على مامة رانا علشان تقول لها ايه حجة نورت الفرح انت ازاي يعني فرح بنتك وما تحضريش دي بنتك النهاردة كانت اجمل عروسة وبعدين يعني مسايبة بنتك كده بتتجوز غصبا عنها ده هو تجوزها غصبا عنها وفضلت تعيض طول الفرح اه نسيت عرفك بنفسي انا بقى اسمي شهينيز واللي في بطني ده يكون ابن أدهم وجوز بنت حضرتك اتفضلي البيت بيتك اتفضلي خش شوفي بنتك لحسن هي كانت منهارة من العيار ما هي شكلها بايرة وانتو مش لقين حد تجوزها له بقولك ايه انت بعد كده متجيبيش سيرة بنتي على لسانك تاني وبعدين الله اعلم الطفل اللي في بطنك ده جايبه من اين ولا ممكن متكونيش حامل اصلا بقولك ايه بنتي خط احمر ملكش اي دعوة بيها انا معرفش اصلا ادهم اعيدك ازاي في البيت خلاص خلاص عموما براحتك انا حبيت بس انابهك وافهمك ان بنتك اصلا مخصوبة على الجوازة دي وان ادهم متجوزها غصبا عنها وفضلت تعيط طول الفرح يعني انا غلطونا في الاخر براحتكو اشبعوا ببعد اهلا وسهلا يا عريس اهلا وسهلا يا استاذ ادهم يا جوز بنتي ينفع اللي انت عملته ده رايح تتجوز بنتي غصبا عنها وكمان من ورايا ده انت حتى ما هنش عليك تقولي انا امها اللي ملهاش غيرها في الدنيا اللي بعد ما ابوها توفى اعتبرتك انت المسؤول عننا تيجي بعد كده تتجوز بنتي غصبا عنها وكمان من ورايا ولا حتى اخواتها يعرفوا اي حاجة عنها انا مش هسيبك وهاخدك النهار ده على الاسم اوعى تفتكر اني هسقط لك لا 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 اسمي ايه وبوليس ايه يا ماما مين بس اللي قالك انه هو اتجوزني غصبا عني لا طبعا يا ماما انا بحب ادهم وانتي عارفة الكلام ده كويس قوي علشان كده انا طبعا موافقة على الجوازة ماما ارجوكي تسامحينا وتنسي كل غلطاتنا اللي فاتت واحنا خلاص من النهار ده هنبتدي صفحة جديدة خالص ارجوكي يا ماما تسامحينا على كل حاجة غلطة عملناها وكل حاجة ادهم دايق فيها ارجوكي سامحينا زي ما رانا قالت بالزبط انا عمري متجوز رانا غصبا عنها انا ورانا بنحب بعض وانا عارف ان كل اللي هي بتعمله ده لعبنات بس انا عارف ان في الاخر انها بتحبني وانا كمان بحبها ارجوكي يا مرات عمي تسمعي كلام رانا وتسامحينا سامحينا لاخر مرة اخر مرة هنعمل فيها اي مشاكل وندائك فيها مش هتسمعي عن نينا غير كل خير وعلى فكرة انا ورانا بنحب بعض قوي ولما صدقنا اننا نتجوز عموما خلاص طالما انتي موافقة يا سترانا انك تتجوز بعيد عن امك حبيبتك واخواتك يبقى خلاص انتي اللي اخترتي وخليكي قاعدة معاه هنا في الفيلا وما تجيش تشوفي اهلك عموما ما عنديش اي كلام اقوله تاني مبروك يا بنتي وربنا يتمملك على خير اما الهانم اللي وقفه ورايا وموضوع الجنين اللي في بطنها فعايزك تعرف كويس قوي ان انا لو اتأكد ان البنت الورايا دي حامل منك هتطلق رانا منك عجبك اللي انتي عملتي ده ايه اللي خليكي تروحي تقولي لمامة رانا ان هي متجوزاني غصبا عنها وكمان روحتي تقولي لها انك حامل مني ووقعتي وقلبتي الدنيا انا عارف انك قصدا تعملي كده علشان تدايقي رانا واتدايقين انا كمان بص يا استاذة شهناز بكرة هنعمل تحليل الـDNA انا كل ده كنت ساكت علشان كنت بشوف مواضيع رانا لكن خلاص انا ورانا تجوزنا بكرة هتعمل التحليل الـDNA ولو طلع الطفل ده مني هيبقى فيه كلام تاني اما الطفل ده لو مش مني انا هيبقى فيه كلام تاني خالص وهتتحذ بحساب وساعتها انت اللي هتكوني جانتي على نفسك وعلى فكرة رانا هتبقى معانا هنا في نفس البيت لو عرفت اني تكلمتيها كلمة دايقها انا هقتلك خلاص خلاص اللي انت شايفه يا ادهم انا هقعد هنا في الفيلا ومش هتكلم ويا سيدي عايز تحليلت دي اني ايه يبقى بكرة يبقى معنديش مانع يبقى بكرة معنديش اي مشكلة انا واثقة في حملي واثقة في نفسي واثقة انه الطفل ده انت ابوه علشان كده انا مش خايفة ولا قلقانة من اي حاجة اما بقى بالنسبة الرانا فانا مش هيبقى فيه بيني وبينها اي كلام انا اصلا مش حابة تكلم معاها ولا حابة عرفها اللي خطفتك مني دي مش حابة اصلا ان يكون ليها وجود في حياتي واتمنى انا ما يكونش ليها وجود في الدنيا كلها علشان كده انا كفاية علي بس ان يفضل قعد جنبك واشوفك كل يوم قصادعين مش عايز اكتر من كده يا اذهب كل اللي طلبته هنفزه ينفع يعني عرصتي الحلوة كده تفضل تعيط انا مش عايز اشوفك بتعيطي انا عارف ان مامتك اكيد هتتعصى لان ده طبيعي رد فعلها يكون كده لما تسمع ان انت متجوزان يا غصبا عنك ولما تسمع كل الكلام ده من شهناز وطبعا حطت التحبيش بتاعتها اللي لازم توقع بيها وتقلب الدنيا علينا بس انا مش عايزك تزعلي تاني ما تخفيش اللي جاي احلى ووعد مني ليكي ان دي اخر ليلة هتعيطي فيها مش هشوف دموعك دي تاني لان انا هعوضك كل دموعك دي بكل خير ارجوكي بقى يا رانا ما تعيطيش ازاي بس يقدم معيطش انا فعلا زعلانة جدا علشان كان فرحي النهاردة ولا ماما ولا اخواتي حضروا معي بس هعمل ايه ما باليد حيلة انا عارفة ان انت عملت كل ده علشان اتجوز وعارفة انك كنت خايف لحسن يحصل اي مشكلة يوم فرحنا زي ما حصل قبل كده بس انا صعبان علي ماما قوي ومتدايق قوي ان هي اختة مني موقف وانها زالت جدا اني اتجوزت وهي متعرفش اي حاجة يا ستي ولا تقلقي من اي حاجة احنا يومين كده بس وهنروح لها لغاية البيت وهنصالحها هي واخواتك انا عارف مرات عمي قلبها طيب وبتحبك قوي هو بس كل اللي هي عملته علشان خايفة عليك وعلشان شهي نازل حقيرة دي والكلام اللي قالت هلها دايقة يلا بقى النام اما رانا اول ما صحيت من النوم تلعد تجري على المطبخ علشان تجاهز لادهم كل الفطار اللي بيحبه اديني جاهزت كل الفطار اللي ادهم بيحبه يا رب يتفاجئ بالاكل الجميل ده انا هروح دلوقتي بقى علشان اصحي ايه ده ايه ده ايه ده هو انت عامل الاكل ده الادهم هو انت فاكرا ان دومي بيحب الحاجات دي لا 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 ده انا كنت بعمله احلى واجمل فطار مش الكريب والحاجات الفافي اللي انت عاملها دي حبيبي دومي بيحب الاكل من يموت عايز اقولك ان احنا كنا في شرم الشيخ وفضلنا هناك قاعدين مع بعض اسبوعين كاملين وما كانش بيرضى يكل من المطعم ابدا كان بيحب انا اللي عمله الفطار بايدي وكنت بصحة منهم بدري واجري علشان عمله الفطار وكان يبوس ايدي ويقول لي تسلم ايدك يا شهنازي حبيبتي انا عارفة هو بيحب ايه وبيكره ايه انا مش عارفة بس اتجوزك على ايه عارفة اتجوزني على ايه وعارفة ما اتجوزكش ليه لان انت ماينفعش للجواز انت واحدة يدوب يقضي معها يومين وخلاص انما انا انا اللي انفع للجواز وانفع اني اكون ام لولاده لكن انت مجرد نزوة يلعب معاها ويسافر معاها في كل مكان بس المهم في الاخر هيتجوز مين هيتجوز بنت عمه بنت الاصول وبنت الحسب والنسب المحترمة مش داية اي واحدة بتسفر مع اي واحد في اي مكان عارفتي ليها وما تجوزكش وتجوزني انا اما رانا سابتها وفضلت تغني وتقول هاهاها قصف جابها هات الدكتور عشان يخير ماشي يا رانا ماشي انا تقولي علي كده بقى انا ما انفعش للجواز ويدوم مجرد نزوة وانت اللي تنفع للجواز ماشي يا رانا انا بقى مش هسيبك ويانا ينتي في الفيلا دي وانا واسقة من نفسي انها اعود على قلبك اما رانا دخلت القودة علشان تصحي ادهم علشان كانت مجهزة له الفطار ادهم يا ادهم قوم انا جهزتلك فطار حلو جدا انا واسقة ومتأكدة ان الفطار ده هيعجبك يا اه صباح الفل على اجمل عروسة في الدنيا ايه ده يا خراش يا نس متجوز الامر دي ايه الجمال ده وايه بس الطعامة والحلاوة دي انا بجد راجل محظوظ اني متجوز زي الامر زيك اما رانا اتكسفت جدا من كلامه وثبته ومشيت علشان تجهز له الفطار وقالت له بسرعة امن على السرير فورا هزبقك على المطبع ادهم كان فرحان قوي وكمان رانا كانت سعيدة جدا جدا وبعد ما رانا مشيت ادهم اتأخر رجعت وقالت له انت وحشتني بقى انت هتفضل نايم يلا انا هروح بسرعة وانت تعالى ورايا اما ادهم سح من النوم علشان ينزل المطبخ علشان يفتر مع رانا وهو ماشي من جنب قوضة شهناز سمع اللي عمره ما كان يتوقعه هاعمل ايه يعني مش عارفة تصرف ازاي ده بيقول النهاردة هيعمل تحليل دي اني ايه ولو اكتشف ان انا مش حامل هتبقى كارسة انا مش عارفة بصراحة تصرف ازاي ايوة اقالي على النهاردة وهو مستحلفلي والمشكلة ان انا مش حامل طب اعمل ايه وحبسني هنا في الفيلا لو كان سابني اخرج كنت اديت رشوة الممرضة وخليتها تحط نتيجة تحليل اي حد تاني هعمل ايه يا ربي مش عارفة تصرف ازاي ها والله انا كنت عارف كنت عارف انك واحدة حقيرة وانك كذابة كل ده وتطلعي بتتحكي علي وفي الاخر تطلعي مش حامل اصلا اه وكنت مستني اني خرجت من الفيلا علشان تروحي تدي للممرضة رشوة انتي انا مش هسيبي غير وحنا ماشيين من هنا على البوليس لازم يقبض عليكي لانك واحدة خينة وما تستهليش انك تعيشي اصلا ولا لحظة واحدة انا اسفة يا ادهم انا بجد مش عارفة انا عملت كده ازاي انا اول ما شفت رانا معاك يا خلاص اتعلمت الدرس بما فيك كفاية انا هسمحلك انك تمشي من هنا ومش عايزة اشوف وشك تاني ولو عرفت في اي لحظة انك شفتي ادهم ولو حتى صدفة انا اللي هقفلك وانا اللي مش هرحمك عشان تبقي عارفة انا وادهم خلاص فتحنا صفحة جديدة وعايزين نبدأ بداية نظيفة ومش عايزين فيها اي مشاكل اشتركوا في القناة